منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي اعترافات نسوية سابقة أم خالد ترجمة كوثر الفراوي مراجع وتعليق تسنيم راجح يقرأه عليكم فاطمة أبو ندا إهداء إلى أختي وابنتي وصديقتي إلى كل فتاة تصلها هذه الكلمات لستي وحدك وهناك أمل مقدمة عام 2009 نشر باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية ورقة بحثية طويلة تحت عنوان لغز حدار سعادة الإناث الدراسة التي قدمت نتائجها رصدت السعادة الشخصية للأفراد عبر إجابة أسئلة في استبيانات عن مشاعر السرور والرضى عن الحياة والذات في عينات تزيد على ألف وخمسمائة شخص وتمثل الشعب الأمريكي كل سنة بين عامي ألف وتسعمائة واثنان وسبعون وألفان وأربعة وقد فاجأت الباحثين والقراء بنتائجها التي أظهرت أن سعادة الأمريكيين في انحدار كبير إحصائيا على مر العقود والأغرب أن النساء اللواتي بدأن أكثر سعادة ورضا عن حياتهن في السبعينات من الرجال بيتنا اليوم أقل سعادة من جداتهن ومن أقرانهن الرجال كذلك رغم أنه بحسب الباحثين كان المتوقع هو العكس فالمرأة اليوم قد سارت طويلا على طريق تحررها ونيل حقوقها وتمكينها فكيف تكون تعيثة مقارنة بجدة جدتها التي كانت هانئة مرتاحة وإن لم تملك ربع ما تملكه هي مما قاله الباحثون لقد كان تقدم المرأة عظيما على كثير من المستويات خلال العقود الأخيرة لقد زاد التحصيل العلمي والتحكم بالخصوبة والإنجاب وارتفعت الرواتب وفتحت بوابات كثير من المهن الرجالية سابقا أمام النساء كما خفف التقدم التكنولوجي من عبء العمل المنزلي وكل ذلك مكن تحرر المرأة في العائلة وفي سوق العمل وإن كانت هذه التغيرات تدفعنا لتوقع ارتفاع موازن في مؤشرات السعادة لدى النساء فإننا نجدها انخفضت بوضوح سواء بشكل مطلق أو نسبيا بالمقارنة بالرجال ادعت النسوية التي ارتفعت أصوات موجتها الثانية عاليا في السبعينات أنها تريد الخير والراحة للنساء بينما الذي حصل على أرض الواقع وبحسب الدراسة التي صدق نتائجها غيرها يثبت العكس ولعل التأمل في الواقع وفي نفوسنا يعيننا على حل اللغز الذي حار فيه الباحثون فالشابة اليوم باتت تقضي أيامها ركضا بين وظيفتها وحضانة ابنها وبيتها ومجلس صديقاتها وكذلك هاتفها وحسابات وسائل التواصل فيه باتت مضطرة لأن تعيش في كفاح مستمر لتكون المرأة المنجزة التي لم تعقها الأمومة عن طموحاتها والتي ليست ربة بيت فقط بينما إحدى جدات جدتها كان يكفيها أن تستيقظ باكرا لتصلي ثم تعجن خبز الفطور وتستمتع بعناق أبنائها وتأمل الابتسامة على وجوههم ورؤية أثرها في عين زوجها وأسرتها كان يكفيها أن تعمل ما عليها كان يكفيها طريقها وما هو مطلوب منها دون العيش في قلق أنها بذلك مظلومة مقهورة لا حل لها إلا الصخط والمنافسة التي تودي بالنفس نحو التعب والإرهاق ولا يعني ذلك أننا نحن كنساء اخترنا التعاسة لنفوسنا ولا أن أختكم كاتبة هذه الكلمات تتحدث من برج متجاوز للحياة اليومية الواقعية التي باتت بلا شك أعقد مما كانت عليه في الماضي إلا أننا بحاجة للوعي بأسباب ما وصلنا إليه وتمييز المقبول منه عن المرفوض فإحدان اليوم معرضة لآلاف الإعلانات والرسائل الإعلامية والاجتماعية عما ينبغي أن تكون عليه ومن ينبغي أن تشبههم ومن عليها أن تسبقهم ومن يضطهدها وما عليها أن تشتريه وما يعيبها أن تشبهه وهي في ذلك كله مرهقة لا تكاد تشعر أن كل الجهد الذي تبذله كاف أبدا فهناك دوما ذاك السقف الزجاجي وذاك المنصب الأعلى وتلك المكانة الأفضل ولو أننا رأينا ساعة من المرأة الريفية الغابرة التي ترفع بانطال ابنها وتشتاق لعودة زوجها وتطير فرحا حين تحفظ صغيرها سورة من القرآن أو تنهي بلمستها الخاصة صنع الكعك الذي علمتها أمها لتقنى لجزء قليل من سكينتها المرأة اليوم أقنعت بأن عليها أن تكون كل شيء وبأنها إن لم تكن كل شيء فإنها ليست أي شيء عليها أن تكون ذات الجمال المستحيل والأناقة العجيبة ومواكبة الموضة والشهادات العلمية الرفيعة والثقافة المتنوعة والسيرة الذاتية الطويلة إلى جانب تلبية رغبتها بالاستقرار والأمومة التي صارت تؤجل لما بعد كل السابق والنتيجة كانت ما نعيشه وما نختبره لا أقول إن امرأة اليوم أسوأ طبيعة من امرأة الأمس ولا أدعو للبكاء على الأطلال وبغض الزمان واليأس من الحل ولا أدعي أن النساء وحدهن من تغير أو تأثر بالنسوية بنعزال عن مجتمعات كاملة تمضي نحو الاستهلاكية والسيولة القيامية في عالم الرأس مالي يريد البشر جميعا تروسا فيه لكننا بحاجة للنظر في الأثر العظيم لما يجري علينا كنساء ما الذي نفعله بنفوسنا حين لا نتوقف مع ما تتم أدلجتنا منذ الطفولة وحتى آخر أيام عمرنا عليه حين يتم تحميلنا أثقالا ومسؤوليات مضاعفة عما حمله أسلافنا تحت مسميات براقة حين يتم إبعادنا عما نريد ودفعنا لما يجب أن نفعل لنمثل أحلام وشعارات غيرنا التي باتت واجبات لا يمكننا أخذ استراحة منها وحين نرى الاعتراف بكل ذلك موثوما بالضعف والجهل والاضطهاب لأجل ذلك كله كانت هذه المقالات كالدواء الذي نحتاجه وإن لم يكن لذيذاً ونريده وإن غلى ثمنه المطلوب لنتوقف مع نفوسنا فعلاً وننظر فيما تم زرعه فينا وما وصلنا إليه دون وعي ولا معرفة حين نظن أن الطريق الوحيد أمامنا هو حمل أضعاف المسؤوليات التي يحمل الرجال وهذا كله أتانا بحركات تحرير المرأة والتغيرات التي أحدثها الفكر النسوي التي لم تجعل العمل والمنافسة والتعب خياراً إنما واجباً ومعياراً للنجاح الذي علينا أن نحصله والكلام بطبيعة الحال ليس موجهاً للنساء وحدهن إنما لكل الذين تشبعوا بالفكر النسوي سواء في أب يمنع ابنته التي تريد الزواج منه قبل إنهاء الجامعة وبدء العمل لكي لا يتحكم بها الزوج وفي زوج يعير زوجته بإنفاقه عليها وفي أم تهيئ ابنتها لدخول بيت الزوجية بالاحتقان والتخوف وحساب كل كلمة من الزوج عليه في رجل يعير جاره بأنه أب للبنات فقط وفي جدة تحذر حفيدتها من أن تعيد غلطتها بعدم تحصيل أعلى الشهادات وغير ذلك مما هي أجزاء من منظومة فكرية فاسدة كاملة تسربت إلينا عبر العقود فصارت كجاهليات البسوس وداحس والغبراء ولكن في حلة عصرية أكثر أناقة بقليل وإن ظهر من الكلام في المقدمة أو خلال الفصول أنه لوم للنساء أو اتهام للعاملة بأنها تفعل ذلك لتنافس الرجال أو ادعاء أن العمل ذاته هو مصدر التعاسة الأبدي فهذا ليس المقصد لكننا جميعا بحاجة للوعي بما يجري وبهذا الفكر الذي نتربى عليه لنتحرر منه ونقف ضد التيار الذي يجري بنا نحو ضنك العيش فعلا إننا بحاجة لأن نسأل نفوسنا عما نفعله هل أدخل هذا التخصص لأنني أحبه فعلا؟ هل أنا مضطرة للعمل فعلا؟ هل أحب هذا العمل الذي لست مضطرة إليه؟ هل يستحق هذا العمل الذي لست مضطرة إليه ولا أحبه؟ وقتي وطاقتي وجهدي؟ هل أؤخر الزواج لأنني لا أريده فعلا؟ من الذي أسمح له برسم حياتي وطريقي؟ ولماذا؟ لماذا يزعجني هذا الكلام أو ذاك؟ وبعد كل ذلك، ما الذي يستحق أن تنضي حياتي فيه؟ لا أثعم أن الحل سهل، لكننا نحتاج للبدء على الأقل من كل فتاة وكل أم وكل أب وكل شاب، ونحن النساء أولى بالبدء، لأن ذاك كله خدعنا نحن وأساء إلينا كثيرا قبل أي أحد آخر، وهذا ما يعيدني للدراسة التي بدأت بها، والتي قال الباحثون في ختامها، لعل التغيورات التي حققها الحراك النسائي أنقصت سعادة النساء، وربما جعلتهن يشعرن بأن حياتهن لا ترقى للمطلوب منهن، وربما كانت التعقيدات وزيادة الضغوطات في حياتهن على حساب سعادتهن، هم يقولون ربما، أما نحن، فما علينا إلا أن ننظر لنتأكد عن قراءة هذا الكتيب الفصول في هذا الكتيب أشبه ما تكون بصيرة ذاتية مختصرة، تحكيها الكاتبة ضمن واقع عاشته وأمور رأتها، وتعلمتها وفهمتها، وإن كانت هذه سيرة ذاتية، فإنني أدعو القارئ قبل الدخول فيها إلى عدم التعجل بالحكم على صاحبتها، وعدم القفز مباشرة إلى نيتها وأهدافها، إنما البحث عن فوائد الكلام وإسقاطاته التي قد تعنيه وتنفعه، وإن كنت لا أنفي أهمية تكوين الرأي بالكاتب، إلا أنني أدعو للتمهل وفهم المحتوى قبل الحكم بأن الكلام مستعل أو لا يهمنا أو لا علاقة لنا به، أو غير ذلك مما قد يمنعنا من خير ربما يمثل أمامنا ولا نراه، فالحق هو الحق أيًا كان قائله، وبغض النظر عن أهدافه، والكاتبة تنطلق من أمور مرت بها وهي تقرأها بوعي وفهم للنسوية والحداثة والليبرالية والثياق الفكري المجتمعي الموجود في الغرب اليوم، والذي يتسرب رويداً رويداً إلينا، وإن وجد أحدهم أن هذا الكلام لا ينطبق عليه ولا يشبهه في شيء، فلا بأس ولا خطأ في ذلك، لكن الحذر مهم مما قد تقوم النفس به من مخادعات دون وعي أثناء قراءة كلمات كهذه، فالأفكار هنا قريبة من كثير من تفاصيل الحياة اليومية، وهي تطرق أبواباً غير مريحة، أو تشعر المتلقي بأنه ربما يحتاج لإعادة التفكير في سلوكياته، أو ربما أخطأ في بعض قراراته، أو قد يكون مشى طريقاً ظلم فيه نفسه، وأمام ذلك، كثيراً ما تسرع النفس بدلاً من الاعتراف بالخطأ ومواجهته إلى مهاجمة الكاتب، واتهامه بالكبر أو سوء القصد، لتبقى في منطقة الراحة التي اعتادت عليها، وتتجنب انزعاجاً قد ينتظرها، وهذا من أهم ما يمنع النفس عن الانتفاع بأي رسالة، فلازم التنبيه منه، وعصى الله ينفعنا والقارئ بما كتبنا وما نقرأ، وأن يجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا، عن الترجمة، نشرت أم خالد المقالات المجموعة في هذا الكتيب، كسلسلة منشورات طويلة باللغة الإنجليزية بعنوان اعترافات نسوية سابقة، على صفحتها على موقع فيسبوك بين الرابع من يناير عام 2022 والسابع عشر من يناير عام 2022، وقد عملت وصديقتي كوثر الفراوي معاً على ترجمتها للعربية، لما رأينا فيها من خير وأثر في النفوس، وقد اجتهدنا لتقليل التصرف بالمقالات لعلها تصل بكامل روحها نصاً ومعنى للقارئ والقارئة العرب، إلا أننا رغم ذلك اضطررنا لبعض الاختصار وإعادة ترتيب الفقرات لأجل فوارق متطلبات اللغة، وكذلك في سبيل التناسق والتسلثل المنطقي، فاللغة ليست مجرد مفردات تترجم حرفياً من لغة لأخرى، إنما هي طرق تفكير كاملة يشعر المترجم بأنه يقفز بشكل مستمر بينها، ليتمكن من قول ذات الشيء في لغة بلغة أخرى، وهذا بالمناسبة ما يجعل الترجمة باستخدام التطبيقات والمواقع الحرفية قاصرة غالباً عن إيصال المعاني الأصلية، وهو ما جعلنا كذلك مضطرين لتعديل بعض التصاوير والعبارات، وتبديل الأسلوب بشكل يسير في بضع نقاط لتلائم الثقافة العربية وتحاكيها دون تغيير أي من الأفكار، ولله الحمد أن استخدمنا لهذا العمل، وجعلنا طريقاً لوصول هذه الكلمات لشريحة قد تحتاجها ولا تنتفع بها بصورتها الأصلية، الفصل الأول، تخبط مؤلم، كنت فيما مضى شديدة التعصب للطرح النسوي، بل كنت أرى نفس امرأة نسوية طوال سنين الثانوية وبدايات الجامعة، إذا فاجأكم الكلام، فلأنكم لا تعرفون أختكم إلا أماً وربة بيت ترعى صغارها الأربع، وتكتب على صفحتها الإلكترونية حول التربية والتعليم المنزلي، لكنني أدعوكم من الآن لتهيئة نفوسهم لمزيد من المفاجآت، لم أرغب في الزواج، وإن جاب الأطفال إطلاقاً، نعم، كنت تلك الفتاة، فكرة الزواج كانت تشعرني بالضعف والتقييد الذي يحد من تمكيني، كأن السبيل الأوحد لدفع الضعف عني والعيش على نحو هانئ مطمئن، لا يفتح بابه إلا بالاقتران برجل، الفكرة نفسها كانت مدعاة للقلق والاضطراب بالنسبة لي، لذا كان جوابي حينئذ لكل من يرتبط بمنظومة الزواج هو لا، شكراً، فكرة الإنجاب كانت تجعلني أكاد أتميز من الغيظ، كنت أتخيل الأطفال يتذمرون أمامي طوال الوقت، وحيال كل شيء، يتعلقون بي كوزن ميت لا حياة فيه، يلتفون حول عنقي ويطوقونه حد الإختناق، كنت أتصور الرضع الذين يبكون ويصرخون من أجل تغيير حفاظاتهم، أو يستيقظون وسط الليل حيث هداءت الأنفاس، الجفون مغمضة، والكل يغط في نومه العميق، إلا تلك الأنثى المسكينة التي قدر عليها أن تكون أماً، كنت أفكر في كل الصغار الذين أخذوا على أنفسهم، ألا يتفرغوا لشيء إلا إتعاب أمهم المسكينة، وهم يجعلون لحظات اليوم تمر في شكل نوبات من الارتجاف، اشمئ زازاً من إفرازات أنوفهم اللزجة، والأدهى من هذا كله، أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فهذه الإفرازات ستصبح مهمة وشغل الشاغل مدى الحياة، كان الأمر لا يختلف في نظري عن من حكم عليه بالإعدام مدى الحياة، الإعدام على مهل، مرعب حتى انتهاء العمر، كيف أرضى أن تخد هذه التفاصيل الرتيبة هي ما يملأ جدول اليومي في قابل الأيام؟ هذه هي حرية؟ هوية؟ بل ما يمنح وجود المعنى؟ لا، شكراً، إذن، لا زواج، لا أطفال، أنا راضية هكذا كما أنا، لوحدي، على هذه الشاكلة كنت أفكر، أو قل، هكذا كانت عقلية ومنطلقاتي مع نهاية مرحلة المراهقة، واقترابي من أفق العشرينات، لم أفهم شيئاً في الحقيق، لكنني ظننتني أفهم كل شيء، أخوات كثيرات يمددن أيديهن إلي الآن، ويضممنا أصواتهن إلى صوتي ذاك، أسمعهن يقول نحن أيضاً على الذي تصفين، إنهن نساء ينظرن إلى الزواج من زاوية ضيقة مثلي، على أنه شراك العبودية، أما الأطفال فهم حبائل الوقوع في هذا الفخ، هذا ما تشربناه نحن النساء حد الإشباع مع توالي الأيام، ونحن نكبر في هذا العالم الأناني، الذي أخفضت فيه كل الأصوات، عدا صوت الأنى، الذي ما زال يرتفع ويصم الآذان، نعم، لقد تخطينا كل الحدود البسيطة للتلقين الليبرالي، المؤسسات الحكومية، غسيل الدماغ الممنهج عن طريق نتاج هوليود وغيرها، الموسيقى، المجلات، الكتب، المدارس والجامعات، كلها لم تفتأ تملأ رؤوسنا بما يجعلنا جنوداً جاهلين للحداثة والفردانية، والمتعة والرأس مالية والاستهلاكية، وأخيراً النسوية، والتي تتعاضض كلها لتعلمنا كيف نحتقر كل ما أو من يتجرأ على انتزاع حريتنا من بين أيدينا، وبالتالي كان الزوج والأبناء هم المتهم الأول في معادلاتنا، وكانوا بكل تأكيد مستبعدين من مخططات الحرية، فكانت درس لتلك الشابة إذن، إنس الزواج، من يحتاج الرجال على كل حال، إنس الإنجاب، وأوهام الحصول على الأبناء، من يحتاج وجع الرأس ذاك، كل ما عليك فعله هو السعي للتقدم في مسيرتك الدراسية والمهنية، التي اخترت وشققت طريقها بنفسك، ركزي على أهدافك العالية، وابذلي واسع الجهد لبلوغها، اجمع الشهادات، هذا الماستر، وتلك الدكتوراه، فأنت تستطيعين، قومي بالأبحاث المخبرية، اكتب الأوراق العلمية، اصعد سلم الوظائف في الشركات الكبرى، لا تقبلي إلا بالحصول على المراتب العليا والمناصب التي تملأها نفحات التمكين، الحياة جميلة فقط إذا زينتها بعرش الاستقلالية، جميلة فقط حين تكونين فيها المرأة المستقلة، والحال أننا كنا ننزلق الهوين خلصة، نحن عبثنا بحياتنا إذ باعوا لنا الأوهام وزخرف الكلام، وحين اتبعناه على غير هدى، عشنا في الأوهام والمبادئ الزائفة عدد السنين، حتى وجدنا أنفسنا في أواخر العشرين أو الثلاثين هناك، في ظلمة وحدتنا، حيث تلقينا أولى الضربات الموجعة من حيث لم نحتسب، صفعة الرغبة العجيبة بالأمومة، على غير المتوقع، تتحرك مكامل الشعور في دواخلنا بأحاسيس غير مفهومة، ورغبة ملحة بحمل رضيع بين أيدينا الفارغة، في لحظة واحدة، نسرح بخيالنا إلى ذاك البيت الدافئ العامر، بضحكات الصغار، وأرجلهم الصغيرة تحدث الصخب على أرضياته، وبين جدرانه وهم يلعبون ويمرحون، ويملؤون الأرجاء بالبهجة، كله ونحن نتبسم لخيال الفكرة، وجمال القدر الذي جمعنا، ولا أبالغ من وصف امرأة في الثلاثينيات من العمر، إذ رأت إحداهن وهي تدفع صغيرها في عربته، فلم تتمالك شعورها الجارف بالرغبة بتلمس رحمها الفارغ الذي يطلب الامتلاء، فغريثة الأمومة تلك لا تموت فينا مهما فعلنا، قد تنام وقد تخدر، لكنها تثار فجأة وتفيق من سبات نظنه موتا أو انعداما، إنه شعور فضيع بالألم يمزقنا، ألم هذا التنافر الفكري المزمن، بينما نريده بشدة، وما نفعله حين نجد أنفسنا في الوسط، أو بالأدق، في حالة من التعارض والتنافر بينما نعتقده ونريده، وما تصدقه أفعالنا على أرض الواقع، هذه الرغبة الوليدة العجيبة في الحصول على زوج، على عائلة وأبناء، لا تتوافق البتة مع ما تصرخ به أفكارنا التي آمنا بها فترة غير يسيرة من الزمن، والتي تقضي بأن الزوج والأبناء ليسوا إلا أعداء مجندين لقص أجنحة حريتنا، إننا نجد أنفسنا مطمئنين فكريا إلى جواز كل سلوك مبني على رفض الزواج والأطفال بالكلية، غير أننا وعلى النقيض تماما نجد أنفسنا عاطفيا مجبولات على الميل والرغبة في الأشياء والتفاصيل ذاتها التي طالما رفضناها، هذا الصراع وحده كفيل بإيصالنا للجنون، أفكار متنافرة كقطبي مغناطيس، تأكلنا وهي تذهب وتجيء بعقولنا وقلوبنا، كم أنا ساذجة، كيف كرهت الزواج والأبناء طوال هذا الوقت، إنهم كل ما أريده اللحظة، لا، بل أنا غبية الآن بسبب هذه الرغبة الدخيلة التي نمت بداخلي في الحصول على طفل، ولذا لن آل جهدي في التخلص منها، سأكون حمقاء إذا فكرت يوما أن أصبح أما أو امرأة عادية، ما الذي سأفعله مع هؤلاء الصغار أصلا؟ إنه العين العبث أن أضيع رحلة الجامعية من أجل حجز مقعد في مؤسسة الزواج المملة، أي عار وخزي ذاك الذي في هدر كل ما حققته وتعبت لبلوغه على مدار سنوات من أجل الزواج؟ أبداً، لن أرمي كل هذا ورائي، ماذا عن طموحاتي، آمالي وأحلامي، ماذا عن هويتي وبصمتي كفرد، كلها ستتلاشى عندما أصير أما أو امرأة رتيبة، هل هذا كل ما يوجد في الحياة؟ أمر مؤسف كيف تسمح النساء بهذا؟ لقد فعلت الكثير، رأيت الكثير، سافرت وعشت مغامرات لا تنسى، والآن سيكون الاستقرار، والقرار في بيت عائلي يحيطني فيه صغاري ويحاصرونني على نحو خانق، سيكون ذلك مملاً حد القهر، نفسيتي تغيرت لدرجة أنني لا أستطيع المكوث بين أربعة جدران برفقة الأبناء، لا أدري حقاً كيف سأتمكن من تحمل أثقال هذا التغيير الحاد في الحياة، هل في الإسلام ما يلزمنا بالزواج والإنجاب أساساً؟ فكيف تحكم مسيرتي وما اخترته لنفسي على مدى طاعتي وحبي لربي؟ عندي تعلق كبير بأبحاثي، التفكير في التخلي عنها واستبدالها بشيء آخر أمر مؤلم لا أستطيع تحمله، حتى صديقات المتزوجات غير راضيات، إنهن يتذمرن من حياتهن حد التصخط أحياناً، يبدو أن الأمهات في المنزل يشعرن على الدوام بالقمع وبقلة التقدير، وكذلك الأمهات العاملات خارج البيت، يشعرن بالضغط الشديد في التوفيق بين مسؤوليات العمل والبيت، لا أحد على الإطلاق يحب أن يكون أماً، فلماذا أفعل أنا؟ تعبت حقاً من هذه الدكتورة الغبية والبائثة، لا رغبة لي حتى في إتمامها، ما الفائدة التي سأجنيها من وراء تحصيلها على كل حال؟ أنا أريد طفلاً الآن، بل على الفور، لكن، ماذا لو قمت بهذه القفزة الهائلة من حياة المهنية إلى حياة عائلية دافئة ومؤنسة، ثم ندمت وتآكلت حصرة، وماذا لو تركت مهنتي حتى يتسنى لي التفرق لبيتي، والقيام على شؤون صغاري ورعايتهم، ثم وجدتني وقد كرهت الوضع الجديد بشكل مفاجئ، ما الحل حينها؟ ترى هل سيكون ثمة سبيل للتراجع؟ مع هذه الأفكار الحمقاء، ومع الصراعات الداخلية العصيبة والمضنية، التي تثيرها بداخلنا، ستشعر كل أنثى أنها محطمة، تائها وحزينة، سيخيم الظلام على كل أركان الحياة وتفاصيلها، ستغدو باردة ومنزوعة البهجة، أفكارها كلها متشابكة ومضطربة، إنها فوضى عارمة، لا تعرف السبيل لترتيبها، شغفنا وطموحاتنا تقول شيئا، وقلبنا يهمس لنا بشيء آخر، ونحن بين هذا وذاك، لا نفقه أيهما الصواب والأصح، هذه كانت هدية الحداثة لنا نحن النساء، ثم تسلل إلى جذور أفكارنا حتى بلغ مداه، ثم عكف يبدل فيها ويغير شيئا فشيئا على جرعات متفرقة، كما تصبغ الألوان بياض الثوب، فطرتنا وجبلتنا نحن النساء تصطدم بكل ما تمليه القيم المجتمعية، بمعايير العصر في العالم الحديث أجمع، وفي المحصلة تدخلنا هذه الإشارات الداخلية والخارجية في صراع نازف دائم، ولحل أي مشكلة يتعين علينا مبدئيا تشخيصها والإلمام بمثبباتها، إذ لا نستطيع حل ما لا نرضى الاعتراف بوجوده أصلا، ولذلك نحتاج لإعادة النظر في العالم الحداثي النسوي، لسبره ومعرفته على وجه الحقيقة فيه من غير زيف، لنعرف كيف تسلل بهذا الخبث إلى نفسياتنا، حتى زعزع أمنها واستقرارها، ثم إن البحث على الحقيقة هي مسؤوليتنا، البحث بنفس منفتح وقلب منشرح، لتحصيل الإنسجام وتحقيق الطمأنينة، راحة البال الحقيقية، ذاك هو السبيل لرفع راية السلام، وإنهاء هذه الحرب الداخلية الطاحنة، إن شاء الله، ذاك رجاؤنا، والله الموفق المعين، النساء في الثقافة المصرية، كبرت واحدة من خمس إخوة وأخوات، أربع فتيات وواحد ذكر، في مصر وجدت أن الناس يرون الحظوة لمن رزقه الله ابنا، حتى إن الواحد منهم يتلهف لينجب ولو ابنا ذكرا على الأقل، أما الفتيات، فداك من سيرتهم، علاوة على ذلك، سمعت لهم أقوالا كثيرة في المسلسلات والأفلام، تحط من قدر المرأة أو تقحمها في أقوال مسخفة لدورها من قبيل، دا كلام نسوان، ودا شغل نسوان، في إشارة إلى نزع الجدية والمصداقية عنها، على خلاف الحوارات التي تتخللها تعابير تشيد بالرجل، وتمنح كل ما يقوم به منزلة رفيعة وموثوقة مثل كلام رجالة، أي أنه جد وجازم ومفيد، وفي المرحلة الثانوية على وجه التحديد، كنت قد بدأت ألاحظ وأدقق في هذا النوع من الخطابات داخل المجتمع الذي أنحدر منه، النساء في الثقافة الأمريكية، ما سأقوله ليس مأخوذا من التلفاز أو الأفلام الأمريكية إطلاقا، فقد كنت أساساً جزءاً من المشهد الأمريكي، ودرست هنا في مدرسة حكومية، ومع الوقت وأنا أكبر، كنت قد اقتنعت تماماً بحقيقة مفادها أن تكوني أنثى ليس بالأمر الكافي، فكل ما في الذكور أجمل وأفضل، وعلى جميع الأصعدة حتى، فهم يمتلكون جثة ضخمة تطفي عليهم هيبة خاصة، فضلاً عن قوتهم البدنية غير العادية، أما على الصعيد العاطفي فهم أكثر استقراراً، وأفكارهم أكثر حزماً وصراماً، المجتمع الأمريكي لم يتوقف لوهلة واحدة عن الهمس لي، بأن الفتاة لا تعد أن تكون مادة جنسية لتحقيق شهوة الرجال ومتعتهم، وبالتأكيد فهي أيضاً ذلك الكائن المسكين، الاعتمادي الغبي والبسيط، هذه هي الرسالة التي وصلتني من خلال أغلفة المجلات، كلمات الأغاني، والأحاديث اليومية في المواصلات، لقد راعني هذا التصوير البشع المهين، وهو منتشر في كل أنحاء العالم غير الإسلامي، النساء والتشريعات الإسلامية، ككثيرات غيري، أصابتني سهام التصورات والأفكار المشوهة والمسمومة المنتشرة، التي توصل لقاعدة مفادها أن الإسلام لا يكترث بالمرأة، بل ينبذها ويهمشها، لم أجبر على ارتداء الحجاب، غير أنني وجدت صعوبة بالغة في فهم الغرض منه، جزء مني اقتنع أن الحجاب ما هو إلا وسيلة لحجب جمالي، أو جعل أكثر بشاعة، أو على أقل تقدير، سرقة أنوثتي، لكنني أحياناً كنت أذهب إلى الجانب الفكري الآخر المعاكس لهذا التصور، كنت أقول لربما وعلى العكس، هو علامة أنوثتي، ما دامت النساء هن المطالبات فقط بارتدائه، في الواقع لم تكن عندي فكرة واضحة المعالم عما تعنيه الأنوثة أساساً، لم أعلم ما هي وكيف تبدو، إن كانت أمراً جميلاً أم قبيحاً، معزاً أم مذلاً، أفكار مشوشة، وعلامات استفهام كثيرة، كانت تربو بداخلي شيئاً فشيئاً، لماذا تميز التشريعات الإسلامية بين الرجال والنساء على هذا الشكل؟ لم يكن الأمر محايداً بالنسبة لي، إنما كان مشبعاً بترجيح كفة أحد الجنسين على الآخر، فالذكور كانت لهم تشريعات خاصة تزكيهم وترفعهم على خلاف الإناث اللواتي تركن للحيرة والفتات، وهكذا بنيت تصوري حول وضع المرأة في الإسلام على مجموعة فرضيات، استقيتها من بعض الأحكام الخاصة بالنساء، مثل الحجاب، إمامة الرجال لهن، وإلزامهن بالوقوف وراءهم، طبيعة الاختلاط بين الجنسين وضوابطه التي كانت في نظري تؤكد ما افترضته وتوصلت إليه من أن الإسلام يعطي المرأة مكانة أدنى من شقيقها الرجل، وبدى لي الأمر حينها تعبيراً صريحاً لا يختلف عن الذي تلقيته بصوت عال وفصيح من قبل الثقافتين المصرية والأمريكية، والذي يقول الرجال جيدون والنساء سيئات، معظم اليافعين يملكون فهماً ضيقاً وحدياً عن العدالة، وبالنسبة لفهمي ذاك، فهذه الفوارق التي اتخذت من الاختلاف في الجنس منطلقاً لها، لم تكن تتناسب البتة مع ما تعلمته في الثانوية الأمريكية عن العدالة، فالعدالة والمساواة هما مفهومان يساوي أحدهما الآخر، المساواة يساوي العدل، أليس كذلك؟ فهل من العدالة عدم مساواة الإسلام بين الذكر والأنثى؟ أين هو العدل؟ لم أعد أفهم، أبي، ذاك الرجل الطيب الصبور، تحمل كثيراً من الخطابات الحانقة التي صدرت عني أنا اليافعة الممتعدة في سن الخامسة عشرة، ومع أن أسئلتي كانت كثيرة ومتكررة على نحو مزعج، إلا أنه لم يسخفها قط، إنما تعامل معها بمنتهى اللطف والأناه، ولم يتركني لحبائل التساؤلات تخنقني، استفهامات سريعة متتالية، ومشحونة بالاتهام على شاكلة لماذا على النساء ارتداء الحجاب دوناً عن الرجال؟ لم يكن الإنزعاج من وضعه هو مثار سؤالي، بقدر ما كنت أريد أن أراه يغطي رؤوس الذكور وهم يذهبون به مثلنا إلى المدارس في هيئة غريبة، لماذا نصيب النساء من الإرث يعدل فقط نصف حصة الرجال؟ أليس في هذا إشارة إلى ازدراء الأنثى وجعلها أقل قدراً من الذكر؟ لماذا شهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين؟ لماذا تعدل شهادة الواحدة منهن نصف شهادته؟ ألأنهن مغفلات وناقصات عقل مثلاً؟ لماذا فضل الله الرجال وقدمهم على النساء في كل شيء؟ وأي معنى قد يحتمل كل ذلك؟ كان والدي يحاول بكل حلم وصبر تخفيف ما بي من خلال تفكيك هذه العقد المضطربة التي جئته بها، والتي ارتبطت في داخلي بعقلية إما أو أبيض أو أسود، لا خيار ثالث يلوح في الأفق. لكنني مع كل جهوده الحثيثة كنت أعاند ثم أعود به لنقطة الصفر من جديد، كنت أظل على حالي وأعكف على تفسير كل كلامه على النحو الذي يريحني، هل كنت أكف عن المكابرة والمعاندة؟ إطلاقاً، لقد كنت أقف في وجهه اليوم التالي، أكرر وأعيد على مسامعه ذات الأسئلة، ومع ذلك لم يمل ولم يعرض عن إجابة قط، الخلط المزمن بين مفهومي المساواة والعدالة عند الأنثى، يافعة كانت أو شابة كفيل بحملها على ركوب قاطرة نسوية، واتخاذ شعاراتها للمطالبة بالمساواة وتحقيق العدالة بين الجنسين، قضية تفنى في سبيلها الأعمار، فالمساواة هي العدالة، وبالتالي هي الهدف الذي ينبغي هدم كل ما يقف في وجهه، وهذا المسج كان الوتر الذي عزفت عليه النسوية مقطوعتها داخلي، الفصل الثالث، التعليم معظم الناس يخلطون بين مفهومين أساسيين هما التعليم والمعرفة، والأصل أن العلاقة التي تجمع بينهما أقرب إلى التباين منها إلى التساوي، إن نظام التعليم الشامل بأمريكا ليس محايداً أبداً، إنما هو في عكس الحياد حقيقةً، فهو نظام مصمم على نحو مدروس ومتعمد، يرمي إلى تحويل كل طفل بريء يرتاده إلى عامل مصنع لا يختلف دوره عن الأهلة، ومواطن بار لا يبخل بتقديم الولاء والطاعة لدولته وخدمتها، المدارس في حقيقتها مجرد معسكرات تلقين مجيدة، تلعب دور الحاضنة للأطفال من سن الثالثة أو الرابعة إلى قريب من الثامنة عشر، تقولبهم فيها على نحو ممتاز ليستعدوا لتقبل ما سيأخذونه من كليات الفنون والعلوم الحرة، والتي تشد على أيديهم من جديد، وتأخذهم في رحلة مكثفة من إفراغ وغسل الدماغ، ومن ثم إعادة ملئه بصب الغثاء فيه بالقدر الذي يكفي لأهدافها وزيادة، وشيئاً فشيئاً تطفو على السطح، وتبرز بعض ملامح النسوية المتحررة في نفس الطالبات إما صراحة أو تعريضاً، إلا ما رحم ربي، وإذا ما استصعبت مستساغة هذا الكلام، فأنا أدعوكم إلى قراءة كتاب The Underground History of American Education لكاتبه جون جاتو، فمؤسس هذا النظام التعليمي الأمريكي الحداثي هو راسمان اهتدى إليه، أو بالأدق أخذه بحذافيره عن النظام الدراسي لبروسي بعد أن سافر مدة من الزمن إلى هناك، وأعجب بالنهج الذي تسلكه بروسيا في إدارة المدارس، حيث جعلت من الاحترام التام والطاعة والولاء إلى الدولة ركائز وقواعد أساسية على نحو لا يختلف في دقته عن دوران عقارب الساعة ذات الحتمية والانضباط. أما تعميم هذا النظام، فجاء عقب تجرع الروس مرارة الذل والهزيمة إبان الحرب النابوليونية لضمان عدم خروج أي جندي فيما بعد عن طاعة الدولة أو مخالفة الأوامر، أنا كنت الفتاة المسلمة التي ترددت على كثير من المدارس الحكومية الأمريكية منذ سن التاسع وحتى سن الثامنة عشر من العمر، ثم بعد ذلك مضيت أرتاد القاعات المقدسة لهارفارد، أحد أهم أكثر جامعات الفنون الحرة، انفتاحاً. ترى هل سيكون تأثري وتشربي للأفكار النسوية الخبيثة بعد ذلك أمراً مستغرباً، بل على العكس، إن عدم حصوله هو الذي ينبغي أن يسبب التساؤل والتفاجئ. في الصف الرابع في المدرسة العامة تعلمت عن خرافة بابا نويل، في الصف الخامس تحدثنا كثيراً عن الحرب الأمريكية الثورية وأبطالها، جورج واشنطن، توماس جيفرسون، وباقي أفراد العصابة، أما في الصف السادس فقد شقوا آذاننا بالحديث عن الرحلات الاستكشافية وأبطالها الشجعان، ثم عكفوا على تعليمنا أبجديات عيد الشكر الأمريكي والترنيمة الروحية كامبايا وبداياتهما. ولا أنسى الصف السابع عن سيدة كنت قد أعجبت بشخصيتها وسيرتها ومسيرتها الحافلة بالنضال قدموها لنا في صورة المرأة الشجاعة المثالية التي لم تأل جهدها في الدفاع عن حقوق المرأة ومحاولاتها الدؤوبة لسحب ذيول الظلم والاحتقار عن النساء قاطبة. كانت تلك السيدة التي أخذت بمجامع عقلي وتلافيفه هي سوزن أنتوني. لم يحتج تنفيذ هذه الأكاذيب الصارخة والتحقق بها على أرض الواقع من طرفي لأكثر من عشر سنوات أو أقل. المدرسة الحكومية دأبت بجهود حثيثة على محوي وطبيض صحائف كل من رأت في سيرهم وتاريخهم ما يخدم المصالح الأيدولوجية للدولة. فالآباء المؤسسون مثلاً لم يكونوا على وجه الحقيقة أكثر من عصابة إجرامية متعصبة تدعو للعنصرية بكافة أشكالها. وأما ثلة المستكشفين البريطانيين فهم لم يتمكنوا من إرساء سفنهم على الأراضي الأمريكية واتخاذها موطناً لهم إلا بعد قيامهم بمجزرة ذبح شنيعة أبادوا فيها السكان الأصليين. وماذا عن قصة درب الدموع؟ هل حقاً ما حصل من تهجير للمواطنين الأصليين؟ مجرد كذبة لتشويه التاريخ السمح لأمريكا؟ ثم ماذا عن سوزان تلك؟ ونضالاتها هي وصديقاتها؟ أم أنهن كن يناضلن فقط لأجل بقاء العرق الأبيض واستمراره؟ لقد كن كارهات في الحقيقة للسود وللرجال بشكل عام وللإله بشكل خاص لقد كن أولى النسويات الملحدات متعصبات مليئات بالكره والحنق ولا يفوتني القول أنهن كن كذلك يتمتعن بكامل الحقوق ولا يخدمن إلا ذواتهن هذا بالضبط هو الفرق بين مفهومي التعليم والمعرفة فالمدارس لها برنامجها الخاص وهي تعمل على تعليم روادها لجعلهم تروساً في عجلة هدم الفضائل يخدمون عن طيب خاطر مصالح اللبرالية، المادية، الإلحاد، العلموية والنسوية نعم، هكذا تعاد قولبة وتشكيل تصورات وأفهام الصغار ليكونوا جنود الغد المخلصين اكتساب المعارف لا يقتضي بالضرورة الخضوع واللجوء إلى هذا النظام التعليمي المنهك الرياضيات، العلوم، القراءة، الكتابة، الفن وغيرها كلها معارف تستطيع أخذها دون أن تصيبك لواث هذه الأنظمة المنفلتة الآسنة القياس الذي أعتمده للتمثيلها هنا هو سكب الطلاء في الدل فالذي علينا التعامل معه بوعي هو أن المدارس الحكومية الغربية مطالبة بتعليم الأطفال مواد أكاديمية بحتة كالقراءة، الكتابة، والحساب على نحو يشبه من حيث المبدأ صد كم من هائل من الطلاء في دلو صغيرة والدلاء الصغيرة هي أذهان أبنائنا الصغار لكن الطلاء ذاك لم يعد نقياً إنما امتلأ بنجاسات الإلحاد الليبرالية، العلموية، وبالتأكيد النسوية ضلالات بعضها فوق بعض تم تضمينها ودمجها بخبث مع المواد الأكاديمية بحيث يغد استئصالها أو فصل أحدها عن الآخر أمراً عثيراً إلى شبه المستحيل التعلم، النضج، الحكمة، معرفة النفس، العلم والفهم والفقه كلها مفاهيم مهمة لأقصى حد فهي تتضافر وتتآذر جميعها لتشكيل وبناء النسخة البشرية السوية ما أمكن وهي نفسها غير متوفرة في النموذج التعليمي لبروس الأمريكي السائد التعليم يختلف كلياً عن التربية وعن العلم وهذا الفهم المحدود هو بعينه الذي تقع فيه بعض الأخوات المتأثرات بالخطابات النسوية تقول الإسلام يحث على العلم ويدعو له فأول كلمة نزلت من الوحي الشريف هي اقرأ ولذا فحصولي على الدكتوراه في الإدارة المالية هو حتماً عبادة خالصة المسلمون كانوا دائماً على وعي بضرورة تمحيص ما يتلقونه وما يعرض عليهم لا يكفي الاهتمام بالمعلومة لكن من يقولها ما خلفيته وكيف تؤثر منطلقاته بشكل أو بآخر في نفس المتلقي وهذا بالضبط ما يحصل للتلميذ مع المدرس داخل الفصل إذ يعمد إلى مراقبة جل تحركاته وتعابير وجهه وما يتلفظ به وكل ما يتعلق بطريقة تعامله عموماً وهو ما يمكن أن نختصره في التعلم بالقدوة لذلك كان أخذ الدين من مصادره الموثوقة والتثبت من المعلومة وحاملها أمراً جوهرياً حثنا عليه الإسلام وهو ما دفعني على وجه الحقيقة إلى تعليم أبنائي منزلياً وإن لم أرزق بالبنات غير أنني لو رزقت بأنثى فحتماً سأحرص على تعليمها منزلياً لإنقاذها من لواث النسوية السامة كان هذا ببساطة واقع نظام التعليم الشامل القائم على مزج كل ما هو أكاديمي بالغيبيات والتوجهات الفكرية السائدة المطلوبة حتى يتلاءم الذهن الناتج مع دعاوى النسوية الفردانية واللا أدرية في المقال القادم إن شاء الله سنحاول كشف الغطاء عن الجانب الاجتماعي لنظام التعليم وأثره على الفتيات التي شققن طريقهن صوباً نسوية الفصل الرابع الأنوثة والجانب الاجتماعي للمدرسة الحكومية فتاة مسلمة انطلقت تعليمها في ثانوية أمريكية عامة هذه أنا هناك حيث كان شغل الطلبة الشاغل الحرص على الظهور في هيئة أنيقة ملابسهم أحذيتهم حليهم وهو ما ينطبق حقيقة على الإناث كما الذكور إلا أن الأمر عند الفتيات كان مليئاً بالمغالاة وهو ما كان يظهر في لهفتهن وتطلعهن الدائم لاتباع آخر صيحات عالم الموضة العناية المفرطة بتسريحات الشعر التي قد يصل الأمر معها أحياناً إلى زيادة أو تركيب بعض الخصلات أو إضافة الألوان الزاهية وهل مجر بالنسبة لي كان من غير الممكن أن يسير النموذج الأنثوي المحتشم والحيي في قالبه الإسلامي جنباً إلى جنب مع النموذج الأنثوي العلماني والمنفلت محاولة الجمع بينهما ما هي إلا ضرب من العبث والمحال في الثانوية كل الفتيات كن جميلات واجتماعيات مهتمات ومتعلقات كثيراً بأقرانهن الذكور تفاصيل حياتهن تدور كلها في فلك الارتباط بصديق ومع ذلك كنت أراهن يعشن في خوف شبه مستمر بل على حافة الانهيار حقيقة فكلما لاح شبح الانفصال في الأفق تتفطر قلوبهن ألماً ويغرقن في بحر الدموع المقهورة الشيء الذي كان يكشف بوضوح القصور لديهن على ضبط النفس واحترامها وهو بالضبط ما حصل مع المسكينة روكسان حين أفصح لها جيمس بطل فريق المصارعة في الثانوية بعد قصة حافلة من العشق الزائف عن رغبته في الانفصال عنها أذكر يومها أنني كنت أهم بأخذ كتبي من الخزانة استعداداً لحصة دراسية حين سمعتها وهي تبث شكواها لصديقتها وتقول بحرقة وأسى إن حياتها تحطمت وتركت للدمار بعد أن تخلى عنها جيمس امتلأت غيظاً لحظتها ولم أستطع إخفاء امتعاضي فهمست لنفسي أن اعتبري إياك وهذه العاقبة المخزية المشينة فكما يقولون الدخول في هذه العلاقات المرهقة يودي بالفتيات إلى الحمق أو الجنون إياك أن تكون على شاكلتهم وددت يومها لو صرخت في وجه روكسان وقلت استجمعي قواك وكفاك حمقاً منذ متى كنت بهذا الضعف ومن أخبرك أساساً أنك بحاجة لجمس هذا غبية كفي عن التفكير المفرط في الذكور وملاحقتهم مواقف كثيرة اجتمعت وتراكمت في داخلي ثم دفعتني للتساؤل عما إذا كان سلوك روكسان سليماً يعبر فعلاً عن الأنوثة ويتكلم بلسان حال كل فتاة ثم فكرت لحظة إذا كانت هذه هي الأنوثة فأنا أتنازل عن رغبتي بها إذا كانت عقلية الذكر ستجعلني قادرة على احترام نفسي والعيش بكرامة فأنا قطعاً أفضل أن أكون فتاة بعقلية ذكر على أن أحيى على شاكلة من يبدون فاقدات لأي عقل أصلاً فكل ما فيهن كان مصطنعاً أظافرهن وشعرهن ووجههن المغطاة على الدوام بمساحق التجميل أحياناً كنت أتأمل كيف تستطيع الواحدة منهن تحمل كل هذا أي معنى الذي في ارتداء تنورة قصيرة في شدة البرد القارس في نيوجيرسي بل بأي منطق كانت تفكر تلك التي تتحمل ألم الكعب العالي للمدرسة وأي زينة تلك التي في استبدال مظهر رموش العين الأصلية بأخرى مصطنعة ما الذي كان يجبرهن على القيام بكل هذه الأشياء الخرقاء في الحقيقة إنهن فتيات وضعن قيمتهن كلها في نظرات الناس إليهن فأسلمن أنفسهن لهم واتخذن من رأيهم دافعاً لكل ما سبق ولأقولها صراحةً هذا الصنف من الفتيات هن ساذجات بقدر جمالهن وحسنهن المصطنع تماماً لكن هذه الزاوية التي نظرت من خلالها إلى الأنوثة حينها بروح أنثى يافعة وهي التي دفعتني للوصول إلى القرار إذا كانت الأنوثة هي رديفة للضعف واللا منطق فأنا أجدد رفضي لها وأقول لا شكراً كفتاة مسلمة شعرت بمقط شديد لهذا النموذج الأنثوي المخزي والمنحل فكرت أن هيئتي طريقة لباسي حجابي وإن خالفت القول السائد بأن الأنوثة والإحتشام لا يتماشيان معاً إلا أنها تبقى أفضل بكثير من مجارات واتباع تلك الحماقات فقد كنت أعرف حق المعرفة ما ترتديه النساء في مصر من الحجاب والخمار والعباءات الفطفاضة إلا أن الإتيان بهكذا نموذج والتحقق به داخل مجتمع أمريكي الأصل فيه هو العري والإنحلال شكل حاجزاً أمامي فهكذا سيكون لباسي حتماً محط صخرية واستغراب من الجميع في الثانوية ووسط هذا الفراغ والتضارب اكتمل تصور السطح والأجوف لما يمكن أن ترمز إليه الأنوثة من الضعف والسذاجة وكل تلك الحماقات وهو ما لم أقبله على نفسي فرحت أفكر في الذي علي أن أكونه بالضبط ما هي هويتي كمسلمة في ريعان شبابها تحاول أن تكون صورة عملية للحياء دون أن تبدو ضعيفة وجلة كيف أجمع بينهما معاً؟ أي السبل أقتفي لبلوغ غاية؟ وعلى ذكر الغاية ما الذي أريد بلوغه تحديداً؟ فأتاني الجواب مرحباً بك بيننا النسوية هي الحل لأدوائك كلها الفصل الخامس نقطة التحول لا أذكر جيداً أول مرة سمعت فيها كلمة نسوية ولا بداية تعرفي على صفات المرأة النسوية فهي مفاهيم منسوجة في المجتمع المحيط بي كله أراها متمثلة أينما ذهبت أو وليت وجهي إنها امتداد لشجرة الإنحلال الليبرالية العلمانية والمرتبطة على نحو خبيث بالفردانية والاستقلال أذكر في بدايات المرحلة الثانوية كيف ذاع صيط أغنية امرأة مستقلة لفرقة ديستيني تشايلد وعلى نحو فات تصعب مقاومته لقد ظلت كلماتها حوالي عام كامل تتردد في كل مكان أسمعها كل يوم وحيثما ذهبت على موجات الراديو وفي المقهى الذي كنت أعمل فيه بعد المدرسة بدوام جزئي فيه عندي سؤال أخبرني ما رأيك بي أنا أشتري مجوهراتي الخاصة وخواتمي أتصل بهاتفك الغبي حين أشعر بالوحدة فقط حين ينتهي الأمر انهض واذهب وحدك عندي سؤال أخبرني كيف تشعر ناحية هذا الأمر في علاقاتي دوما النصف بالنصف الحذاء في قدمي أشتريه أنا اللباس على جسدي أشتريه أنا لأنني أعتمد على نفسي إن أردت أعتمد على نفسي إن أردت أن تدللني لا أمانع وهذا مالك لكن لا تعتمد على أحد آخر لإعطائك ما تريد لقد كتبت الكلمات بمداد نسوي مشتعل ولم أحتج لكثير من الوقت حتى أذوب في نيرانها المسمومة فكرة الاستقلال كوني أنت الرجل تشربت هذه الأفكار بنهم شديد كأنها غذت الجوع والحاجة للقوة فيه حيث هي القالب الملائم والأكمل بعيدا عن الأنوثة حيث الضعف واللا منطق ثم ما لبثت أن خطوت أول الخطى في رحلة التغيير بدءا بمحوي كل مظاهر الحاجة والضعف في صورتها الأنثوية وانتهاءا بالعزم على تحقيق معاني الرجولة والتفوق كما فهمتها عبر ممارسة الرياضة وتحصيل اللياقة البدنية حتى أنني انطلقت في تعلم فنون المصارعة والقتال في أولى السنوات الجامعية وهو ما كارهته فيما بعد كان الزملاء يرونني في الجامعة كفتاة صلبة شديدة وصعبة المراس شيئا ما مسترجلة بعيدة عن الأناقة والتزين وما يمت إليهما بأي صلة لم أتحرج إطلاقا عن جعل الوصف المناسب لي أني نسوية نعم وجدت أن هذا اللقب هو ما يليق بي ويعرفني آنذاك لكن هذا الجانب المظلم لم يكن يمثل إلا بعضا مني فالشق الآخر الذي حرست على تكميمه لم يرضى الصمت سجنا له بل ظل حيا في غرفته المغلقة يستنجد داخلي ويصرخ طلبا للحرية كشيء تحبه بشدة وتزوره بخجل بين الفينة والأخرى إلا أنك في ذات الوقت تواريه عن مرأة الأعين وتخشى أن تفقد قيمتك بسببه أو أن يعيرك الناس به بجانبه كنت أشعر بالصدق والصفاء يتدفق في لحظة من التجرد أرغب فيها عن صنم الاستقلالية وما ينطلي تحته من متطلبات مستنزفة علي أن أبدو في ضوئها دوما قوية لا أقهر ذلك الجانب الأصيل فيي كان يريد بشدة ما حاولت طمصه من رغبة في بيت دافئ وعائلة وزوج وأطفال أحبهم ويحبونني ذاك الجانب كان يهمس لي أن لقب السكن هو ما يليق بي حقا غير أنني مع ذلك كنت أبدي للآخرين غير ما أخفي كنت أصر وأؤكد بحزم على موقفي بالبعد عن الأنوثة والزواج وما يذكرني بأنني أنثى كغيري من الإناث أذكر يوما أنني وإحدى الصديقات المسلمات التي كانت تشاطرني أفكاري أخذنا على أنفسنا عهدا في شكل ساخر بعدم التفكير إطلاقا بالزواج من بحاجة إلى شريك على أي حال؟ سنوات مديدة من عمري مضت وأنا أحاول السير عكس حاجتي وميولاتي بذلت واسع الجهد لأصبح بقوة الرجال وأنافسهم استهلكت نفسي في معركة وهمية خاسرة كان الخصم فيها على وجه الحقيقة هي فطرتي لا أنسى ردة فعلي ذات مرة حين وصلت مجموعتنا الطلابية رسالة على البريد الإلكتروني من إحدى الزميلات تعلمنا فيها أن أحد المحلات العصرية والذي يقع على بضع خطوات من الجامعة أقام تخفيضات كبيرة على الأوشحة التي يمكن ارتداؤها كحجابات أنيقة قالت إن بعض الوشاحات براقة وفيها خرز جذاب أيضا كانت لغتها مليئة بالحماسة فرحا بتلك الأقمشة لحظتها تعاملت مع الرسالة كإهانة لشخصي ولشدة ندم اليوم رددت عليها برسالة لئيمة وصلت لكل المجموعة من نوع ماذا إن لم نرد ارتداء حجاب جميل براق أو ذا خرز كلام فارغ بلا فائدة ولا يشبهني لؤم غير مبرر انفجر فجأة بوجه زميلة البريئة لكن تلك الرسالة همست إلى شيء غريب داخلي لقد أشعلت فيي رغبة دفينة خلت أنها اندثرت أو تهمشت منذ زمن رغبة الأنثى الرقيقة بالتزيون والتجمل والمديح شعرت بحماس غير مفهوم للذهاب إلى المحل وإلقاء نظرة على المجموعة ولربما اختيار وشاح جميل من بينها غير أنني قدرت مباشرة أن في هذا خيانة لمبادئي ومرتضيته لنفسي لذلك أنبت صوتي الداخلي وأمرته بدفن هذه الحماقات الأنثوية الغبية فورا قلت لنفسي انظري إلى هذه الفتاة انظري إليها تتحدث على الملأ عن هذا الشيء الأنثوي السخيف ألا ترى الذلة والسوء في رغبتها بالتزيون والتأنق لا يهم البتة إلى أي درجة تتمنى إحدانا أن تكون أنثى مهمتنا الأولى هي مدافعة وتنحية هذه المشاعر الغبية المرتبطة بالضعف حتى من دواخلنا لم أكن فعليا قادرة على تشخيص حالتي لماذا أتمنع عن إظهار أنوثتي؟ أهو المجتمع؟ أم تراه الإسلام؟ أم هما معا؟ لطالما كنت أعتقد أنني عبارة عن تركيبة هجينة من المعايير المجتمعية المصرية والأمريكية المعقدة مع دين الإسلام كلها مجتمعة وغير متناسقة أودت بي إلى الظهور على هذه الصورة الرافضة بتعصب للأنوثة وما ينشق عنها واقعة أخرى لا تغيب عن ذاكرتي كانت في السنة الجامعية الأولى حين تأخرنا في أحد اجتماعات جمعية الطلاب المسلمين حتى حدود الثامنة أو التاسعة ليلا بعد العشاء هناك وبعد أن تفرقت المجموعة واتجه كل صوب وجهته وإذ بأحد الإخوة يتجه إلي أنا وثلة من الفتيات بعد أن خمن أنه من الخطر علينا السير وحيدات في عتمة الليل نحو مبنى السكن الطلابي فاقترب وسألنا على مسافة محترمة إذا ما كنا بحاجة لمن يرافقنا في طريق العودة إلى بنائنا ثم ما لبث أن اقترح بمنتهى الأدب أن يواصل السير معنا حتى نعبر الحرم الجامعي الضخم الذي كان مليئا حينها بالمتسكعين والطلبة السكرانين كان عرضا نبيلا وشهما يعبر عن الرجولة من طرفه إلا أن الغضب اشتعل نارا فيه لجرأته تلك لقد وجدتها طعنة مباشرة لكرامتي كيف يجرؤ على التلميح إلى أنني لست قوية مستقلة قادرة على حماية نفسي كيف يجرؤ على الإشارة إلى أنني أنتظر لرجل يراني ضعيفة محتاجة إليه هل يظن أنه أقوى مني مثلا؟ كان يعني لي التنازل بخزي للهزيمة والتخلي عن الضفر باستقلالية عن الرجل كان إقرارا صريحا بأنني لا أختلف عن الفتيات الثاذجات الأخريات ولذا كان جوابي بكل بساطة وبرود لا شكرا ثم دخلت مسكني وأنا أغلي كان هذا الظاهر مني انفعال وثبات على صورة العنيدة المتماسكة أما في الداخل فكنت أسائل نفسي بدهشة كيف وصل بي الحال إلى هذا الحد لما هذا الرفض العنيف لطلب صادق شهم ما عهدته عن نفسي هو أنني شخص لطيف هادئ لا يستفز بسهولة فلماذا استأت على الفور منه؟ ألم يكن من المحتمل فعلا أن يعترض سبيلنا أحد المتسكعين السكارة؟ فالأخبار عن النساء التي تعرضنا للاعتداء هناك لا تكاد تنتهي لماذا تصرفت على هذا النحو المنفعل؟ هل جعلت الكرامة في صورتها المرسومة لي أولى من سلامتي؟ علامات استفهام كثيرة وصراع محتدم من التناقضات أحسست أنني فعلا تائها ومشتتة بدون وجهة أو بوصلة من ينتشلني من حيرتي؟ لما كل هذا الاختلاف بين الذكور والإناث؟ لماذا لسنا مثلهم؟ من يفك عقدة النقص وشعور الدائم بالحرج من الجهر بأنوثتي؟ هل النساء هن نسخة سيئة ومشوهة عن الرجال فقط؟ هل نحن شيء مقلد جاء خطأ إلى هذا الوجود؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا أوجدنا الله على هذه الشاكلة من الأساس؟ لماذا لا نستطيع أن نكون شقائق الرجال في كل شيء؟ لما لا نكون نسخة أصلية عنهم وذات ليلة؟ وبينما أنا غارقة في ظلمات حيرتي قررت الإمساك بالقرآن والبحث هناك عن إجابة تسكنني وبالفعل أرشدني الله عز وجل إلى بداية الجواب كانت آية في القرآن قلبت الموازين وانتشلتني من عذابات الحيرة والتآكل الفصل الثادس التوجيه القرآني تعبت كثيراً مع وصولي لهذه النقطة تعبت من النظر إلى الحياة كمنافسة مستعرة بين الذكور والإناث تعبت من الشعور الدائم بالحاجة للمقارنة مع الرجل والتفوق عليه حتى أثبت ذاتي لنفسي ولكل الناس تعبت من الشعور بالدونية بسبب ما أريد وما أخفي أرهقني الدخول في معركة وهمية لا غالبة فيها ولا مغلوب في حرب مستنزفة استهلكتني وسلبتني راحتي وطمأنينتي كمن يعيش في متاهة ضاع داخلها دون أن يعرف كيف الخروج كانت الجامعة أول مرة أعيش فيها بعيداً عن بيتي وعائلتي حاولت فيها أن أجد موطئ قدمي بين الأقدام بصمة خاصة أحقق بها نفسي بنفسي غير أنني مع ذلك ظللت مرتبطة بتفاصيل كثيرة من المحطات السابقة وعلى رأسها القرآن الذي شكل جزءاً كبيراً من البيئة التي كبرت فيها وترعرعت ولله الحمد لذا لم أجد بداً من البحث عن راحتي بين دفتيه هذه المرة أقبلت على قراءته بروح عليلة تنشد التعافي من الصراع والتنافس فتحت المصحف على سورة المائدة من غير تدبير مني وإذ بعيني تسقط مباشرة على الآية الثامنة والأربعين منها قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون على الرغم من أن هذه الآية لم تأتي على ذكر الاختلاف بين الجنسين بالعبارة وعممت القول على العالمين كافة غير أنني حين قرأتها شعرت أنها أنارت معنى غاب عن منابت الإدراك فيه معنى سيقلب الموازين ويخرجني من ضيق الحيرة إلى سعة السكون أحببت كل كلمة وكل حرف فيها كل جزء منها لامس مكاناً عميقاً في داخلي كل حرف كان يخاطبني أنا ومع أنني قرأتها مراراً قبل تلك اللحظة إلا أنني أحسست آنذاك وكأنها المرة الأولى كيف لا وقد جادت علي بعبر وحلول أزالت عني غشاوة التيه وجعلتني أرى الحقيقة على ما هي عليه بلا شوائب أو تزييف أولاً كيف تحكم على ما يعرض عليك كيفما كان ثم تطريقتان في الآية للحكم على أي شيء إما بقياسه على ما أنزل الله من الحق في كتابه العزيز وإما بناء على الحدس والأهواء هذا الجزء منها يضعنا على مفترق طرق أمام سبيلين إما الحق وإما الأهواء ومن ثم يوجهنا الله لاتباع سبيل الحق المنزل من لدنه ثانياً الاتباع العاقل أم التقليد الأعمى في بداية الآية يأمرنا الله بأمرين أولهما إيجابي وثانيهما سلبي وهما على التوالي أحكم ولا تتبع وهو ما قادني إلى القول إن التعامل مع أي عارض أو مشكلة يتم إما عبر التفكير العاقل الفطن على الأشياء ومن ثم الخروج بحكم سليم وإما باتباع أهواء الآخرين وما يملونه علينا بقيلهم وأفعالهم وقع في نفسي أنني كنت من هذا الصنف الأخير أتبع ما أملته علي أعراف المجتمع وأتخذ منها محددات للحكم على نفسي كامرأة وكيف ينبغي أن أفكر وألبس وأكون عقلية النساء يثاوي أمر سيء والرجال يثاوي أمر جيد لم تكن أصيلة عندي في بادئ الأمر لكنني سمحت لها باجتياحي وتعذيبي وزعزعة أمني واستقراري لسنوات حين جعلت المعيار هو الثقافة السائدة وما يظنه الناس وهو بالضبط ما لعبت النسوية عليه كنت تابعة معذبة فقط ولذا كنت بحاجة لفتح عيناي ثم جعل المعيار الذي أحكم من خلاله على نفسي هو كلام الله سبحانه ثالثاً الاختلافات المتعمدة بعدها يقول الحق سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كنت أنظر للنساء دائماً على أنهن النسخة الدنيئة الضعيفة من الرجال كنت أرى الرجال هم المعيار المثالي لقياس إنجازاتي علي أن أكون مثلهم إذا ما أردت العيش عزيزة كريمة فهم الأصل ونحن التقليد غير أن هذه الآية نسفت كل تلك الأفكار وجعلتها دكة فالله أحسن الخالقين هو الذي جعل الاختلاف سنة الأصل في الحياة هو وجود نسخ مختلفة لكل منها شرعة ومنهاج لكل منها كتاب تعليمات خاص بها وكل محاولة لتشغيل إحداها بكتيب الأخرى سينتج نسخة مشوهة بعيدة عما خلقه الله في أحسن تقويم رابعاً لكن لماذا؟ ثم يقول تعالى ولو شاء لجعلكم أمة واحدة لو شاء سبحانه لخلقنا متماثلين نسخاً عن بعضنا أو لجعل البشر كلهم إما إناثاً وإما ذكوراً لكنه لم يفعل إرادته اقتضت أن نكون مختلفين كما نحن فما الحكمة إذن؟ لما لم يفعل ذلك جل جلاله؟ خامساً الحكمة تأتي الإجابة مباشرة ليبلوكم فيما آتاكم لعل هذه أقرب جملة لقلبي في الآية لما قرأتها رفعتني فوراً إلى مكان مريح لا تشويش فيه ولا غموض فكل القصة وحبكتها امتحان كل مخلوق له امتحانه الخاص ليس منا من بيده الخروج أو الهروب منه وكل ما أوطيناه أو حرمنا منه هو جزء من هذا الاختبار عندما وقر هذا المعنى في قلبي تغير موقفي من الاختلاف ومن الحياة جملة وتفصيلة هذا المعنى مدني بالسلام والهدوء فالأمر مقصود وبكل حكمة إنه امتحان سادساً كيف أنجح في الامتحان؟ كان سؤالي مباشرة بعد علمي بأني ممتحن هو كيف أجتاز الاختبار بنجاح؟ فكان الجواب فاستبق الخيرات عمل الصالحات إجابة على بساطتها أخذت أنفاسي ولاقتني بالوضوح والصفاء أتت على ذلك البنيان المهترئ الذي اتخذت موطنا وهدمته من القواعد الهوس المستمر بالرجال الذي ملأت به رأسي لسنوات الأفكار المضللة التي كانت إجابتها في اقتحام كل مضمار ومسابقة كل الخلق في طرقهم الإملاءات التي تكرر أن الحل الوحيد بصحق الأنوثة وقتل المشاعر والمخاوف التي قد تخون صاحبها على حين غفلة وتصحبه نحو المذلة والضعف كان علي أن أفعل كل هذه الأشياء المستنزفة ليس لأنني أريدها وإنما لأن عرش المساوات يقضي بذلك علي كانت الفكرة صراع وجود كان ذلك كله مرهقا غير منطقي وغير ممكن وبلا جدوى كلها ضلالات وأثقال نزاحت عن صدري بعد أن تلقيت الإجابة القرآنية كانت دعوة صريحة للتحرر تناديني أفقطي كل هذا من حسابك كل ما عليك فعله هو الذي خلقت لأجله أنت ركزي في امتحانك فقط وما ستسألين عنه ما لك وما لهم هوني عليك سابعا النهاية إلى الله مرجعكم هذه الجملة كانت الربيع لقلبي والحياة لروحي أهدتني شعورا بالارتياح لا يوصف لكل اختبار إجابة وعاقبة تليها وكذلك شأننا فبمجرد انتهاء الامتحان سنرد جميعنا إلى الكبير المتعال هناك حيث سيجد كل منا ما عمله محضرة فكرة رصينة أخرى لا مكان فيها للرجل كمعيار فالمسألة كلها بيني وبين خالقي وحده سبحانه ما يحكم قيمة أفعالي وصحتها من عدمها هو مدى استجابتي لأمره وتسليمي بقضائه وحكمته كل ما علي هو أن أكون على مراده هو مني لا مرادي منه ثم ختمت الآية بعبارة تختلفون لتكتمل الصورة ويتجلى الاختلاف في معناه الأتم حيث لا حاجة للتحسس أو القلق فكوني أنثى هو إرادة الله سبحانه وهي مدار اختباري الآية الثامنة والأربعون من صورة المائدة لن أنسى هذه الآية العظيمة والمعنى الجليل الذي بثته في أوصالي ما حييت فقد كانت فعلا غيثي بعض الضمأ قرأتها مرات عديدة أغلقت المصحف ثم أخذت ألملم هذه المعاني كلها في رأسي ثم أعدت فتحه وقلت لنفسي نعم هذه هي الإجابة التي تبحثين عنها منذ سنوات إنها بين يديك والآن بيت ترينها الحمد لله كل ذاك الصراع لا أصل له إنه مشتعل في رأسي فقط أشقيت نفسي بنفسي حين أسلمتها للجوانب المظلمة من الثقافة والبرمجة الاجتماعية المشوهة وانتهاء بالطرح النسوي العقيم هذا ما أهدتنيه النسوية بكل تناقضاتها البعيدة عن الهدى القويم وفي ظلال القرآن عرفت الحرية الحقة بعد أن أهدرت سنين من عمري في الجاري وراء الصراب هذه كانت البداية في رحلتي للتغيير إذ إنني احتجت لسنوات أخر لأستعيد عافيتي بالكامل من تلك السموم فالعادات السيئة لا تموت إلا ببطء شديد لم تتبخر الأفكار النسوية من ذهني بين ليلة وضحاها ولذلك كان طلب شاب من جمعية الطلاب المسلمين لرقم والدي ليفاتحه بالزواج مني محركا لكثير من الخوف والقلق داخلي ناحية الفكرة التي أعادتني إلى حلبة المواجهة الفكرية المحتدمة سابقا لا يمكن كيف يريدني هذا الشاب للزواج لماذا؟ هل يبدو علي سمات اللواتي يخطبن؟ هل يبدو أنني غير قادرة على تدبير حياتي أو الاستغناء عن مساعدة رجل مالي؟ كيف يراني الناس؟ أي انطباع أترك فيهم عني؟ ما الذي يحاول قوله هذا الرجل؟ فكان أن رفضت عرضه الزواج ليست للمستقلات أمثالي إنه للضعيفات العجزات فقط لكن مرور السنوات أشعرني بأن رفضي للشاب كان متسرعا وبلا مبرر ولذلك عدت للتفكير بالأمر ومنحته فرصة حين عاد لتكرار طلبه بالتواصل مع والدي حتى خرجت تلك النعم مني بعد تردد طويل وحتى بعد المحادثات الطويلة التي دارت بين عائلتين حول الموضوع كان هناك بقايا من القلق والشك لدي في الإقدام على هذه الخطوة وإن لم أكن أعرف حقا ما هو شعوري وما سببه هل هو نتيجة لعوالق الفكرية المرتبكة حول اختلاف الجنس؟ هل هي عن الزواج؟ أم ماذا فعلا؟ وبحمد الله فمع نهاية العام الجامعي الأخير كان قيراننا قد عقد نعم تزوجت خالفت درب كل زميلاتي في الدفعة وأمام استغراب الجميع كان مضحكا أن تتزوج فتاة الأمس المعارضة لمؤسسة الزواج كيف تتحول فجأة وتتزوج في سن صغيرة ضد أفكارها التي كانت تدعو لها وانتهت السنة الجامعية الأخيرة وتخرجت لكن تلك كانت وقفتي في ذاك العالم لم يكن أمامي عمل ينتظرني لا دراسات عليا في استقبالي ولا حتى شغل تطوعي أتباهى به أبدا لا شيء إلا أنني سأكون زوجة لا أكثر زملاء كانوا قد حجزوا مقاعدهم في كليات الطب أو المحامة بعضهم شقوا طريقهم صوب الوظائف المرموقة في وولستريت وغيرها أما أنا فبدأت عامية الأول بعد الجامعة كربة بيت متخرجة من هارفرد للتو ويا للإنجاز الأمر شوش فكري وآلمني مدة فمفاهيم القديمة حول الأنوثة وحقيقتها وقيمة ما يترتب عليها من أدوار واستحقاقات كلها عادت تراودني وتشعرني أنني أهدرت مقعد ياثمين في هارفرد سودا حين لم أحسن استغلاله هناك يقولون لك إن عليك بعد أن تحصل على شهادتك من هذه الجامعة الفخمة أن تستثمرها في تحقيق إنجازات عظيمة يقولون إنك يجب أن تبدأ بتتبع شغفك تكافح حتى تبلغ كل إمكاناتك لتحقق تغييرا في المجتمع كيف لا وأنت من النخبة الذين درسوا في هارفرد لكنني تزوجت أصبحت ربة بيت تطبخ وتكنس وتنظف هذا كان كل شيء عندي هو توصيفي ومهنتي هل كان هذا إنجازا عظيما؟ هل هذه هي أعلى إمكانياتي؟ ماذا عن شغفي؟ ماذا عن تحقيق التغيير في مجتمعي؟ كثيرا ما كنت أمتلئ خجلا بنفسي حين ألتقي زميلاتي اللواتي واصلنا المسير نحو الأحلام والمجد الذي طالما تطلعت إليه فهذه تحدثني عن منصبها المؤسساتي وتلك تسهب عن التحاقها ببرنامج دراسات عليا شهير بينما أنا ها هنا في بيتي وبين جدراني لم أفعل شيئا ليس عندي ما أتحدث عنه ناقشني زوجي مرات كثيرة حول الموضوع بكل هدوء وحكمة حاول طويلا أن يريني الأمر من زاوية أكثر واقعية بعيدا عن المعاني التي ركنت إليها وبقيت حبيثة داخلها كنت أرتاح لكلامه مدة ثم لا ألبث أن أعود لبث الشكاوى من وضع البارد بلا هدف أو إنجاز غير كوني ربة بيت لقد بقي في ذهني أن هذا الذي أعيشه لا يدخل في أي تعريف للمرأة الناجحة فحتى حين لم أرد أن أكون نسوية كنت أرى هذا الوضع مثيرا للشفقة بكل وضوح تعلمت في سنة الأولى من الزواج كيف أهتم بنظافة بيتي وشؤونه حصلت على رخصة القيادة ودخلت دورات مكثفة في اللغة العربية الفصيحة والتجويد لكنني لم أشعر بالكفاية في السنة التالية عملت مرشدة إسلامية في جامعة خاصة بالنساء وهو ما أشعرني بتحسن كبير أحببت العمل نفسه أحببت الفتيات والمهمات المطلوبة مني لكن هذا لم يكن كل شيء فالعمل أشعرني بأنني أعود للقيام بما علي فعله هناك شعرت بأنني إنسان طبيعي من جديد امرأة محترمة لديها استقلالها ودخلها ولا تعتمد على زوجها ليعيلها كنت متزوجة نعم لكن اندفاعي لكسب دخل الخاص والاستقلال لم تكن قد خمدت لم أشأ المكوث في البيت كربة بيت لا حول لها ولا قوة كيف أمد يدي لزوجي كلما احتجت شيئا صغيرا كان أو كبيرا؟ لا يمكن هذه المرحلة لم تستمر على حالها فسرعان ما تغيرت عندما أضيف لدوري كزوجة دور آخر تماما ذاك هو دور الأم الفصل الثامن الأمومة ظللت سنوات طويلة أقنع نفسي بعدم رغبتي بالأمومة أبدا ساعدت في رعاية أشقاء الصغار وأنا يافعة غيرت مئات الحفاظات امتلأ الثيابي بكثير من الطعام المبسوق أثناء إطعامهم الفواكه والخضار المهروسة مهمة إلباسهم لم تكن تختلف عن محاولة إدخال أخطبوط يتلوى ويتململ في أغطية قماشية قاسية إضافة لذلك فقد قضيت ساعات في ملل هزهم حتى يهدأوا ويناموا لقد اكتفت تلك الفتاة بهذا القدر من التربية والرعاية لم يكن لديها أي استعداد لفعل الشيء نفسه مع دفعة جديدة من الصغار إنها مهمة مضنية مليئة بالمهام والأشغال لكن بعض النجي والتقدم في السن وخصوصا بعد الزواج جعل ذاك الشعور يضمر شيئا فشيئا في داخلي ليظهر بدلا عنه رغبة ملحة في الإنجاب لقد أردت أن أكون أما بعد مرور عامين على تلك الوظيفة في الجامعة وإذ بي أحمل بين أحشائي مولودنا الأول وقبل موعد الولادة المتوقع بأشهر قليلة تركت عملي فحتى مع احتفاظي ببعض بقايا ومخلفات خرافات الاستقلال والمرأة الممكنة إلا أنني كنت أريد في قرارة نفس المكوثة في البيت للتفرغ لتربية طفلي ورؤيته وهو يلم اليوم تلو الآخر ولذلك لم أتوانى عن اتخاذ هذه الخطوة مدفوعة بغريزة الواضحة لم أرد أن يقوم أي شخص آخر بهذه المهمة عني أعزمت على أن تكون تربية هذا الطفل وما سينعم الله علينا به من ذرية من نصيبي أنا أردت أن أكون أفضل أم يمكن لهذا الصغير أن يحصل عليها أردت أن أشهد كل مرحلة من حياته بكل تفاصيلها دقيقها وجليها لم أرد تفويت طفولة أي من صغاري فتلك كانت وظيفتي وميدان عملي أي عمل عساه يكون جديرا أن أفوت فيه ولو ثانية من حياة طفلي عندما أخذ طفلي الأول أولى أنفاسه في هذه الدنيا حملت جسده الهش الرقيق وأنا أنظر بدهشة لخلقته الصغيرة التي تجلت فيها كل معاني الإجلال والتسبيح للعظيم الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه كيف استودع الله هذه النفس عندي وعهد إلي القيام على تغذيتها ورعايتها وتعليمها وإيوائها كيف أوكل الله لي ولزوجي هذه المهام العظيمة ونحن البشر الضعفاء بذواتنا كتلة الرقة تلك كانت رعية التي استرعان الله عليها كانت تكليفا شعرت أمامه بالرهبة والثقل والانبهار في آن واحد كيف سأربي هذا المخلوق؟ كيف سأتمكن من رعايته وتغذية جسده؟ تشكيل عقله وعجن شخصيته؟ تفاصيل هذه العلاقة وأحداثها تتسم بصبغة متعالية عن الأقطار الدنيوية المادية كقطعة من نسمات الآخرة إنها من عظيم معاني الرحم وما ينشق عنه بينما احتضنت طفلي بين ذراعي للمرة الأولى نابني شعور لم أجربه قط عزمت بموجبه وقررت حماية طفلي وعدم السماح لأي ضرر أن يمسه بحول الله وقوته لا من الآخرين ولا مني أنا قررت أن لا أسمح لأي من أوهامي وارتباكاتي أن تؤذي طفلي البريء الذي يرقض بثقة وضعف شديدين بين يدي أي كانت تلك الحماقات النسوية التي امتلأت سابقا بها عن الاستقلال أو التمكين أو القوة فقد آن لها أن تختفي لن تمس أدرانها هذا النقاء لن تعبر إليه مني كان هذا المخلوق يعتمد علي مئة في المئة في كل أمره كيف يمكنني في هذه الحالة أن أطلب الاستقلال عنه؟ هناك وأنا أحمل صغير الذي جعلني الله أما له غدا وثن الاستقلال جليا أمامي على حقيقته مجرد هراء لا طائل منه ترتبطينك أم بصغيرك في أسمى العلاقات الإنسانية تصبحين في إصغاء تام وانسجام مبهر مع كل تفاعلاته أنت الوحيدة التي تدركين كل تفاصيله من بين البشر معدل تنفسه وإيقاعه حرارة جسمه تعبير وجهه ولغة جسده لا تخفى عليك حاجاته ومراده وإن كانت أبجدية تواصله الوحيدة هي البكاء والصراخ وهو بين يديك فهو في قمة عجزه يعرف لك معاني الثقة والحب والرحمة علماء النفس يسمون هذا بنظام الارتباط الخاص فهو نظام عصبي مدمج يدفع بني آدم إلى البحث باستمرار عن روابط مستدامة مع الآخرين وهو ما يعني بالدرجة الأولى مقدمين رعاية الأساسيين الذين هم عادة الأب والأم لذا فإن أي تعطيل أو إخلال بهذا النظام في المراحل التكوينية للطفل قد ينتج عنه آثار وتبعات طويلة الأمد إلى مستدامة أحياناً الأمومة نظفتني من بقايا الأكاذيب النسوية التي بقي كثير منها عالقاً في أركان روحي وزوايا ذهني كخيوط عن كبوت قديمة بكل ما احتوته الرحلة من وقفات منذ بداية الحمل إلى الوضع ومن ثم الرضاعة وانتهاء بالسعي المستمر لتربية وبناء إنسان سليم كانت تلك أكثر مهمة محررة قمت بها كانت تمكيناً حقيقياً لي إنها أصعب ما عملته وأكثره إسعاداً لنفسي إنها المكان الذي شعرت فيه أنني أتحدى نفسي هي رحلة اجتمعت فيها معاني المكابدة والصبر والثواب هي صعوبات تهون مقابل ما فيها من لذات رزقت بأربعة أطفال في حدود خمس سنوات ونصف ما شاء الله كل ضحكة خالية من الأسنان كل لمسة ناعمة لأصابع صغيرة على وجهي كل ضحكة وكل قهقهة معدية كل نظرة فضولية وكل لحظة صخب وازدحام كلها تغرقين في حبها في هذه الرحلة العجيبة فحين يرتمي ذاك الجسم الصغير في حضنك يعانقك يلف ذراعيه الصغيرتين حول عنقك لحظتها ينبض قلبك ويتدفق حباً لا تسعه كلماتك شعور لا مرادف له في كل قواميس اللغات نعم الأمومة تخرجك من حيز الاعتياد والإلف في رحابها تنتبهين مجدداً لذلك التفاصيل التي كانت مملة من حولك خنفساء صغيرة على الأرض ورقة تسقط من أعلى الغصن سنجاب يجري هناك رياح تحرك تلك الغيوم كلها ستثير دهشة طفلك وستوقظ حماسه وهو يلاحظها لأول مرة ويحدثك عنها وستبث دهشته الحياة في نظرتك القاحلة في كل مقتات الاعتياد والتكرار عليه سيصح الطفل القابع في داخلك من جديد ستمنحك أسئلته وملاحظاته فرصة العودة بلا تأشير إلى ديار اللعب والطفولة ستتحول الأشياء العادية استثنائية في عينك وأنت تراقبينها بعيني طفلك الحبيب هذه المرة هذا لا يعني أن مسيرة الأمومة محفوفة بالزهور والفراشات وخيوط الشمس الذهبية فلست هنا لألف الحقائق بورق هدايا براق سرعان ما يتساقط بل هناك محطات صعبة ومؤلمة فعلا في الرحلة كما هو الحال في كل مناحي ومنعطفات الحياة الأخرى الأمومة صعبة فيها لحظات وحدة وإرهاق كثيرة فيها الأرق وقلة النوم وفيها كثير من المهمات والمشكلات والعقبات والمتغيرات لكن الأمومة مع ذلك تربيك بشكل لم تتوقعينه إنها تدفعك إلى محاولة الارتقاء بنفسك وتطهيرها من كل ما لا يرضيك من صفاتك تجعلك قادرة على الوقوف في وجه مخاوفك بحثا عن الطمأنينة والأمان تأزك إلى البحث عن أفضل نسخة منك إن لم يكن من أجلك فمن أجل صغارك الذين يتطلعون إليك بأعجاب وترقب إنها تشعرك بأنك الآن دخلت مرحلة مسؤولية أكبر وأهم من كل ما سبق أنت الآن قدوة وراعية وبذلك تكاد الأمومة تكون فرناً تسقل فيه شخصيتك على مهل كقطعة ذهب تنقيها الحرارة وتخلصها شيئاً فشيئاً من شوائبها فإن عملت على تخليص نفسك من إشكالاتك واستشعرت الفرص العظيمة المتاحة لك في رحلتك وجدت نفسك تخرجين من الناحية الأخرى شخصاً أفضل بكثير بإذن الله الفصل التاسع أن تبلغ أعلى إمكاناتك ما الذي يعنيه أن يبلغ الإنسان رجلاً كان أو امرأة أعلى إمكاناته لنرى إذا ما كان بإمكاننا تفكيك هذه العبارة التي بدت أراها ملغمة ومشهرة كسلاح في وجه النساء على وجه الخصوص كن كل ما تستطيع أن تكونه هذا شعار الجيش الأمريكي والذي لا يختلف فعلياً عن الشعارات أو الهمزات النسوية التي تهمس لامرأة العصر حقق أقصى إمكاناتك هو ذاته كل من الجيش والنسوية يلعبان على نفس الوتر ويستخدمان ذات الوسائل في استقدام الجنود الجدد الذين يملؤونهم رغبة وهمية في الانضمام إلى مسعاهم والعمل بلا وعي في سبيله فتكون النتيجة في فرد قادر على رفع السلاح في أرض المعركة كجندي مخلص بسذاجة لقضيتهم كلاهما يوهمانك أن هذا الانضمام سيمكنك من الغوص في مجاهل نفسك والاستفادة من كافة أجزائها لا ثقف ولا حدود لإمكاناتك إياك أن ترضى بما أنت عليه تطلع دوماً للأفضل أنت تستطيع فمهما وكيفما كنت الآن هناك ما هو أكثر لا تركن لا تخنق قدراتك لا تكن عادياً يمكنك أن تكون أكثر من ذلك بكثير الجيش يقول أنت الآن مواطن لكن ذاك ليس مقامك بل مقامك هناك كجندي يحمل السلاح في أرض المعركة ويقاتل وبالمقابل فالنسوية تقول لك أنت الآن امرأة أم أخت زوجة ابنة أنت أنثى عادية لكن ذاك ليس كل ما يمكنك أن تكون عليه ما يليق بك هو أن تكون حرة مستقلة بذاتك لقب مديرة تنفيذية في شركة كبرى ينصع لأمرها أشد الرجال كوني محاربة إلهة أستغفر الله قوية مخيفة متمردة لا تنصع لأحد وأمام تلك الشعارات أقف مع كل امرأة عاقلة وأقول لا شكراً أنا امرأة أنثوية تقليدية وذاك يكفيني مجرد قدرتي على القيادة بأعلى سرعة يصل إليها محركي على الطريق السريع لا تعني أنني يجب أن أفعل كونك يمكنك أن تكون أو تفعل شيئاً لا يعني أنه يجب أن تكون كذلك فالحكمة ليست أن تسعى بشكل أعمى ودؤوب لتحقيق كل إمكاناتك أياً كانت ليست أن تشتهد لتكون كل الذي يمكنك أن تكونه في الحياة فالاحتمالات لا نهائية والخيارات ممكنة إنما الحكمة أن تتوقف وتحدد عن بينة وبصيرة ووعي ما هي الجوانب التي تستحق أن تعمل على بلوغها وتحقيقها من إمكاناتك تلك كل تلك النداءات الخبيثة التي على هذه الشاكلة من الجيش أو النسوية لا تعد أن تكون تلاعبات صريحة في رأسك لا يكفي أن تكون مواطناً جيداً يجب أن تكون جندياً أو قنبلة نستخدمها في فوهة مدافع حروبنا لا يكفي أن تكون أماً أو أختاً أو زوجة بل يجب أن تكون مستهلكة فردانية يجب أن تكون ترساً يخدم بغباء مصالح اقتصادنا الذي لا يعبأ بك هل فهمت اللعبة؟ أرأيت الخبث فيها؟ وكيف صرنا أنا وأنت حجارتها التي يحركون؟ الآن وفي هذه المحطة بالضبط من حياتي على هذه الأرض أتحدث بلسان أمة مسلمة مسلمة لخالقها في عهدتي أربعة أبناء أعلمهم بنفسي في بيتي حيث أقتسم الحياة مع زوج قوام محب لأسرته تحوطني عائلة الممتدة ودائرة محدودة من الصحب والمقربين أقول من موقعي هذا كأمة لله وزوجة وأم وبنة وأخت إنني أشعر أنني الآن حققت أعلى إمكاناتي الآن وجدت مضمار السعي الذي يليق بي الآن أدركت وظيفتي وأنا الآن أبذل ما آتاني الله من وسع وقوة لتأديتها هذه الصفات والمهمات منحت المعنى لكل فعل أو قول يصدر عني ماذا عن شهادات التي نلتها من هارفرد؟ ماذا عن الأشياء العظيمة التي تنتظرني لتحقيقها؟ هل ضاع كل شيء؟ أقول هل هناك أعظم من إنجابه برحمة الله إلى الدنيا؟ حياة أخرى قوتها منك وفيك أوكلت إليك رعايتها وتهذيبها وتعليمها ما الإمكانات التي تفوق ذلك؟ أي وظيفة تلك التي أسمى وأكمل من بناء الإنسان؟ يقولون أشياء عظيمة أي ثغر أعظم من تهيئة وتشكيل أفراد في جيل صالح من المسلمين سليمي الفطرة يصدعون بالحق ويرفعون راية الإسلام لا تزال حياتي مليئة بالتحديات والكبوات لكنني لم أعد أشعر بالحيرة والاضطراب أنا الآن راضية عن نفسي كمخلوقة ضعيفة بذاتها لم أعد أعبأ بمحاولة الظهور بشكل مصطنع يخدم الرؤى المجتمعية وما يطلبه السوق الرأس مالي بل أنا الآن أشعر بالطمأنينة والامتنان والراحة تملأ أركان روحي أعلم أنني بالمقاييس النسوية فاشلة ومثيرة للشفقة تماماً مجرد أم ماكثة في البيت تقوم بأشغاله الرتيبة غارقة في عمل مهين لا مال عليه رعاية أطفال مملين وفوق ذلك أنتظر ببؤس النفقة من زوجي أدوار مهينة لا قيمة لها حسب المزاعم النسوية أعلم ذلك أكثر من أي شيء لكن ثم ماذا؟ هل أقضي العمر سعياً لرضاهم عني؟ لقد أصبحت أعرف هويتي أدرك دوري ولله الحمد لقد نضج تفكيري واستقر بعد أن أجاب القرآن عن كل تساؤلاتي وانتشلتني آياته من التيه والحيرة القاهرة أنا اليوم مسلمة وأمة خاضعة لأمر ربها توقفت عن شحن أحكام الإسلام بالأفكار الدخيلة الوافدة حين لا تناسب تطلعاتي وطموحاتي المستوردة توقفت عن ذلك واتخذت من التسليم والتوكل على الله وحسن الظن به سبحانه عدتي وزاد مسيري ما بقيت أنفاسي الفصل العاشر أنثى أنثوية لا نسوية في الختام وبعدما سردت لكم قصة تخبطي في سراديب النسوية وعبوري من ظلامها إلى فهم الأنوثة الحقيقية إليكم بعض ما من الله علي به من دروس وعبر في هذه الرحلة أولاً الأنوثة لم أعد أشعر بالارتياب أو الحرج تجاه مفهوم الأنوثة بل على العكس لقد تبين لي أنه يكاد يكون التعبير الأفضل والصورة الأتم لأي أنثى سليمة الفطرة فكما أن الرجولة هي الوضع الطبيعي الصحي للرجال فالأنوثة كذلك هي الإطار الذي من خلاله تؤدي المرأة وظيفتها دون أن تستهلك نفسها في محاولة إعادة تعريف وتشكيل ذاتها نحو الرجولة والمعايير الزائفة التي باتت تصف النجاح والإنجاز ثانياً الحياء بخلاف ما تروج له النسويات العلمانيات وتهمس به في آذاننا فإن الحياء ليس مظهراً للضعف تماماً كما أن الوقاحة ليست من علامات القوة المرأة الحيية ليست إنسانة رجعية من عصر آخر ولا هي متخلفة مقهورة مسلوبة الحقوق مسحوقة الكرامة إنما هي الأنثى الحية التي تحمل انعكاس الحياة الكاملة والنقية يقول ابن القيم رحمه الله الحياء مشتق من الحياة والغيث يسمى حياً لأن به حياة الأرض والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياة الحياة الدنيا والآخرة فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة إنهما إذن مفهومان لا فكاك لأحدهما عن الآخر لقد تعلمت كيف تكون المسلمة حرة وأنثوية في آن معاً لم أعد مضطرة لتورية هذا الجانب مني كي أفهم العالم أن قوتي تعدل قوة الرجال حين أسترجل تقليداً لهم لم أعد مضطرة للاختيار بين الأنوثة المتبرجة السافرة وبين الحياء والسطر الخاليين من الأنوثة فيمكن للمسلمة العفيفة الحيية أن تكون أنثوية بل إن الحياء من أهم ركائز أنوثتها الكاملة لا من حيث أثره على اللباس والشكل فقط إنما في انعكاسه الفكري والخلقي في كل نظرة وكلمة وحركة تصدر عن الأنثى المسلمة إنه فلسفة حياة وتعبير عن العالم الجواني للأنثى ونظرتها المتعالية للوجود الحياء يكاد يكون السمة الأكثر تعريفاً لرسالة الإسلام ككل ثالثاً الاستقلال أزعم أنني نجحت في التخلص من خرافات الاستقلال والتمكين لم أعد أريد السير عكس ما تمليه علي جبلتي وحاجاتي لأثبت للآخرين أنني حرة أو مستغنية بذاتي عنهم لم أعد أريد التظاهر بأنني قادرة على تدبير كل شؤون حياتي بدون أي أحد لم أعد أصرخ بأن الرجل مخلوق لا داعي له في حياتي لم تعد قيمتي وحرية ونظرتي لنفسي مرتبطة بالحرص على نيل منصب مهم أو وظيفة مرموقة تدر علي دخلاً عالياً يطمئنني ويكون البديل لي إذا ما دارت رحى الأيام وانفرط عقد زواجي رابعاً الاعتماد على الزوج إنني مطمئنة مع إنفاق زوجي الكامل علي وعمله وحده خارج البيت لأجل أسرتنا فبعد أن علمت دوري وثغر الحقيقي لم أعد أرى في تلبيته لحاجياتي المالية نقصاً من قيمتي أو حطاً من قدري أنا هنا في ميدان عملي الخاص فلما أنافس غيري في ميدانه؟ ما الفائدة من مزاحمته؟ راحة كبيرة في إنهاء كل المحاولات المضنية للتظاهر بأنني أستطيع فعل كل شيء وتحقيق كل شيء أنا لست بحاجة لذاك التعب وتحن الذات حقيقة وجود زوجي بجانبي وتوليه لأمري وقيادته لأسرتنا الصغيرة بات مما يشعرني بالأمان أنا مطمئنة لأن بإمكاني أن أتعب وأقول إني تعبت بإمكاني أن أضعف وأجد من أتكئ عليه إنني ممتنة لوجود قوامته قوته وصلابته التي تتيح لي القيام والتفرغ لوظيفة التي ذرأني الله لأجلها زوجي بعد الله هو ملاذ راحتي سندي وحبيبي ليس موجوداً ليكون نداً أو عدواً لي ولا لأشعر بالخزي من النقص الذي أجد اكتماله فيه زوجي ليس المعيار الذي علي بلوغه لأحترم نفسي بل هو رفيق دربي في رحلتي بذاتي وأسرتي إلى رضى الله كما أنا رفيقة دربه هو خامساً حرب الجنسين والزواج الحياة لم تكن يوماً حلبة مغلقة للصراع بين الجنسين الرجال والنساء الزوج والزوجة لسنا في حرب لبقاء أحدنا دون الآخر لسنا في منافسة الزوجة والزوج هما فريق واحد كالشمس والقمر والليل والنهار يكمل أحدهما الآخر ويعملان معاً حتى بلوغ الهدف المشترك كل منهما يشد أزر الآخر للقيام بإنجاز حقيقي وجميل هدف يستحق التعب الجهد الكد والعمل الجماعي الموجه إنه بناء أسرة مسلمة تكون لبنة صلبة في هذه الأمة أنا لهذا المشروع الممتد الجليل بالنجاح ونحن محرضان ضد بعضنا كيف إن كنا نتنافس ونتشاجر دون توقف ما الحاجة للصدام إن كنا مضطرين إلى السير معاً وما الحاجة لكل التعب ونحن هاهنا نستطيع الانسجام والتعاون بكل طبيعة وبساطة أنت كأنثى وزوجة تحتاجين فعلاً لزوجك وهو كذلك يحتاجك وكل محاولة لإعادة كتابة دورك والوقوف في وجه طبيعتك وحاجاتك لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر ووجع القلب الفارغ والثمرة لن تكون إلا تعاسة كل الأطراف بلا أي نفع سادثاً بين المهنة والأمومة لكن بيتنا بحاجة إلى إزالة هذا التوتر الحاد الذي تمت صناعته وزراعته في قلوب نساء العصر الحديث هذا التوتر المؤلم بين الخيارين الحصريين بين المكوث في البيت كأم وسط أثرتها من جهة وبين الخروج للعمل بحثاً عن الإنجازات العظيمة من جهة أخرى الأمومة ليست سجناً بيتك ليس زنزانة تعيشين داخلها في ظلمة قاتمة مقيدة اليدين من قال ذلك؟ وأنت أم يمكنك متابعة وتنمية هواياتك يمكنك تذكية مواهبك ومهاراتك تعلم أشياء جديدة واستكشاف إبداعاتك يمكنك فعل كل ذلك كأم الأمومة ليست مهمة خانقة مستنزفة كما يتم رسمها لك لكنها في الآن ذاته كافية التوقف عندها والاقتناع بها أمور عظيمة لأنها مهمة سامية لا تستطيعها غيرك أن تكون أم لا يعني أنك تفتقيرين للطموح والقدرات والمهارات فهذا الوصف وحده يعني أنك تفعلين الكثير وتسدين ثغراً عظيماً يمكنك الإبداع فيه ومعه بالتأكيد عالمنا الإسلامي يحتاج إلى المزيد من الأمهات اللواتي هن فقط أمهات الراضيات المتفانيات والقائمات على هذه الأدوار العادية وهن يعلمنا أنها من أكبر إنجازات البشر تخيل الأثر والتغيير الذي سيحصل في المجتمع بوجود مزيد من هؤلاء الأمهات اللواتي يستشعرن عظم عملهن إنني كأم في بيتها أشعر أنني هنا في المكان الصحيح لي هنا أؤدي العمل الذي لدي المقومات والمؤهلات التي تجعلني المرشحة الوحيدة المناسبة له من هنا أدعم زوجي أدير بيتي أربي وأرعى وأعلم وأحاول أن أنشئ رجالا على القيم الإسلامية القويمة وتلك كلها مسؤوليات عظيمة لا أرى علي أي شيء أهم منها فهل سيكون من الحكمة نبذ هذا الثغر وراء ظهري وتركه لغيري من أجل مسؤوليات أقل شأنا منه؟ هل يعقل أن أضحي به لألا تضيع شهادة هارفرد وسنينها سدى؟ سابعاً القوة في الأنوثة الأنوثة لا ترادف الضعف والهشاشة والعجزة ولا الغباء بل إنها في الحقيقة لا تنفصل عن القوة لكن طبيعة القوة في الأنوثة لا تشبه تلك التي في الرجولة وعدم فهمي لهذه الجزئية البسيطة هو ما جعلني أنفث سنين عمري جرياً وراء نسخة مشوهة أتخيلها للقوة نسخة مهترئة البنية عن قوة الذكور كما افترضتها وصورتها في داخلي لذا عملت جاهدة على قطع أي صلة تبعدني عن بلوغ هدفي حاولت بكل طريقة أن أبدو قوية البنية حتى تجنبت التعبير عن مشاعري أو ارتداء ألوان وردية زاهية آثرت عدم الجهر باحتياجاتي فهذه الأشياء هي المحددات الوحيدة لعالم القوة كما فهمته أما الآن وبعد عقود مضت فقد بدت على وعي بوجود معاني أخرى عظيمة للقوة تفيض على جنبات الأنوثة وتزينها هناك حيث الكلمات الأساسية هي الحب، الود، الرعاية، الحكمة، الصبر، الحلم، القدرة على التحمل، العطف ونعم القوة البدنية أيضا تأمل القوة البدنية والعقلية والعاطفية التي تلزم المرأة لتحمل أوجاع المخاض والولادة تلك قوة لا يطالها الرجال مهما بلغوا من الشدة البدنية ولطالما كانت كلها جزءا من تركيبة الأنثى بشكل طبيعي هبة وعطية مجانية من الله لكن مرة أخرى فالأمر ليس منافسة بيننا أصلا ثامنا هل الإسلام ضد النساء؟ إجابة سريعة؟ لا الإسلام ليس ضد النساء كما أنه ليس ضد الرجال وذاك محضو اتهام لا أساس له من الصحة وجهته النسوية للإسلام واعتبرته اكتشافها الذي لا يلزمه أي إثبات ثم حاكمت الدين كله بناء عليه فالله سبحانه وتعالى هو الحق العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة عباده ذكورا كانوا أم إناثا وهو جل وعلا الذي حرم الظلم على نفسه لكن هذا الاختلاف بين الجنسين الذي قررت النسوية ذات العقل الحدي أنه غير موجود أو لا معنى له هو من أهم مقاصد التسخير بين الخلائق وبالذات بين الذكر والأنثى فكل منه ما يحتاج إلى الآخر كما خلقه الله بقوة من هذا ورقة من ذاك صلابة من هذا وسكينة من ذاك ليس منا من هو كامل الأوصاف ليس منا من يمكنه الاستغناء عن الآخرين وبالتالي سيظل القسم الناقص منا دوما يبحث عن كماله مع الآخر فالحاجة فينا لبعضنا ليست ضعفا ولا عجزا بل هي ببساطة حكمة الله وإرادته في الخلق الله الذي صورنا على طبائع وهيئات مختلفة تناسب تماما وبشكل عجيب الأدوار التي عهد إلينا بها ولذلك فإن أي محاولة للتمرد والرفض لطبيعتنا المنفردة ستسلمنا حتما لحبائل الحزن والتعب تاسعا لا خوف ولا قلق لكن توكل فقط لعل من أبرز ما نجحت النسوية في اللعب عليه وملء العقول بأهواله هو الخوف لقد ملأت قلوب النساء ببذور الخوف وعدم اليقين وسوء الظن في الرجال والقلق من المستقبل ثم تولت إلى الظل وتركتهن للتخبط والتساؤلات المضنية التي لا تنتهي كلها على شاكلة ماذا لو؟ ماذا لو تركني زوجي؟ ماذا لو خانني؟ ماذا لو تبين أنه سيء الخلق وتفنن في إهانتي؟ ماذا لو مات؟ من سيعينني لحظتها؟ هل سأعيش بعده شريدة بلا طعام أو مأوى؟ أسئلة كلها تنجلي وتنقشع صحبها بالتوكل فالتوكل على الله هو الإجابة والترياق لكل علامات الاستفهام تلك الحياة مليئة بالمجهول والمخاوف والشكوك لا ضمانات فيها ولا مجال لاتخاذ أي قرار بلا بعض المخاطرة بماذا لو؟ وهذا دأب الدنيا إذا صح منها جانب لم يسلم آخر إنها في أساسها دار اختبار لا دار قرار ولا نعيم لكن إحسان التوكل على خالقنا الذي بيده الملك والأمر كله المطلع والرقيب الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أدنى من ذلك هو ما يهون المصاعب والكروب مهما اشتدت بتذكر عظم الأجر والتطلع لفجر الآخرة فاطمئني وآنسي بربك ولا تسمحي لتجارة الخوف النسوية أن تزعزع في قلبك طمأنينة الكفاية بالله عاشراً عزتنا بالإسلام هويتنا هي الإسلام إننا مسلمات إماء لله ولسنا نسويات هذا هو انتماؤنا وبه نفتخر ونعتز لسنا بحاجة لطوق نجاة من صنع أيدي علمانية ملحدة لينقذنا من تخلفنا ورجعيتنا لسنا بحاجة للسير نحو الاستنارة الكاذبة في درب غيرنا إننا مسلمون بين أيدينا نظام كامل شامل من صنع الله سبحانه لدينا الدين الذي فيه تكمن كل العزة والسعادة والكرامة فتلك الأفكار المظلمة لن تقدم لنا شيئاً جديداً أكثر من رمينا في غيابات الحيرة وظلمة الشكوك والبعد المؤلم عن أنوار الوحي وصفاء الفطرة نحن مسلمات لدينا الإسلام وكفا وختاماً الآن وبعد أن ابتعدت بنفسي عن تأثيرات النسوية وسهامها اطمأن قلبي وارتاحت نفسي لم أعد مدفعة لرفض حقيقتي ولا لصراع ذاتي أو غيري كل ما علي فعله هو السعي لأن أكون أنا أنا كما خلقني الله وصورني أنثى، أمة الله، زوجة، أمًا ومربية كلها أشياء تعكس فطرة وقيمة التي لا تقاس بالمعايير الدنيوية وأبعادها المادية لأن الموعد الحق أمامي هناك على أعتاب الآخرة والحمد لله خاتمة بقلم تسنيم راجح الحمد لله الذي وفقنا لإتمام ترجمة المقالات وجمعها أسأله سبحانه أن يجعلها نوراً لكل فتاة تصلها وهمسة رقيقة تخبرها بأن الذي قد تمر به وتختبره ليس نهاية الحياة ولا هي دوامة لا مهرب منها من الآلام فهناك سبيل للهناء طالما في العمر بقية والنفس ما زال يخرج منا ويدخل فهناك فرصة لنكون أفضل أنت يا أختي مهمة وذات قيمة ودور وأثر في هذه الأمة أنت فرد قادر على الكثير ويعني الكثير أنت نفس إنسانية أقسم الله بها أمة لمالك الملك سبحانه من نسل آدم الذي خلقه جل وعلا بيده فرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تهاجمها الفتن وتسرق أبناءها وتلتهم أفكارهم لذلك كله أكرر لك أن لا تستهيني بنفسك عمرك أثمن من أن يهدر في طريق لم تختاريه ولا تعرفينه سكينتك وراحتك ليست أضحية رخيصة في سبيل شعارات زائفة يبيعونها في المحافل والاجتماعات فاسمعي صوت نفسك توقفي مع ذاتك وسأليها لماذا أفعل هذا الذي أفعله؟ لماذا أغضب من هذا وأفرح بذاك؟ لماذا أخاف مما أخاف منه؟ هل سمحت لمن لا يأبهون بي أن يرسموا أحلامي؟ هل تركت بضع سيدات مريضات أو رجال مختلين يقولون لي ما ينبغي أن أكونه؟ وإن ضايقتك كلمات وردت هنا أو أشعرتك بالرغبة بإغلاق الكتيب والهروب لهاتفك فلا بأس خذ استراحة لكن عودي لنفسك اعلمي أن ضيق النفس هذا علامة خير وحياة مزهرة تنتظر الظهور داخلك فافتحي لها الباب تحملي بعض العتاب المؤلم الذي قد يصدر منها ثم عملي علامة فيها عليكي أن تختاري ما تريدينه وما تفعلينه وما تدعينه احذري أن تكوني ورقة شجر تحملها الرياح إلى حيث لا تعلم تنبهي إلى السيل الذي يكاد يجرفك دون أن يعرفك ولا يهمه إلا وزن جثتك في أحماله أنت يا عزيزتي مهمة أنت ذات قرار وإرادة والله الذي منحك هذه الدقائق وهذا القلب سيسألك عنها